صباح الهنة والرزق والخير ومنتصف الأسبوع عشر صبح في الأهلي النهاردة حكون متواجدة مع حضراتكم كريم إن شاء الله يعود غدا يعني بإذن الله أنه بس عنده ظروف النهاردة فبيعتزل لكل سيدة المتابعين النهاردة بتبعات الحال أكيد معنا أخبار وفقرات مختلفة والضيوف مختلفين ومواضيع شائكة خليني أقول الكلام بشكل مبسط وواضح وحنتكلم في كل ده على مدار إن شاء الله الحلقة خليني بس أناوه زي ما احنا متعودين في البداية هيكون معنا فقرة أولى هتنورنا تقى هشام لعبة الأهلي ومنتخب مصر ليل كاراتي وفقرة أخرى مع الأستاذ أحمد غنيم الناقد الرياضي طيب نخش بقى في الموضوع على طول إن ده موضوع الساعة ويمكن اللي 24 ساعة اللي فاتوا ناس كتيرة جدا عملة تتكلم وعملة تكون يعني عندها تضارب في الأراء أو متبنية وجهة نظر معينة أو شايفة إن في وجهة نظر هي اللي صحة أو في رد فعلا هو اللي كان صح على كل حال أنا هبدأ وإن أنا أتكلم بملف حسين الشحات أكيد اللي مبارح كان فيه جديد هو كتب كلام كان محترم جدا على صفحته مفروض بيعتذر ودي آخر الأب ديت يعني دي آخر حاجة كانت موجودة في هذا الموضوع أو وصلنا لها في هذا الموضوع أن حسين الشحات كان بيعتذر للناس على اللي حصل منه تجاه طبعا محمد الشيبي لاعب بيرميدز هو يعني يمكن كلنا عارفين ولو أنا هتكلم بقى منتظ صراحة إحنا عارفين إن الشحات طول عمره في حاله فيه لعيبة بيبقى معروفة عنها إن هي بتاعة شغب وفيه لعيبة معروفة عنها الاندباط الاحترام ما بيطلعش من بقه لعيبة جاي ما بيتقال حسين الشحات وده مش كلام نهواند سري ولا كلام أي زميل إعلامي مثلا في قناة الأهلي أو غيره حسين الشحات معروف عنه إن طول عمره هذا اللاعب في حاله ومش لعب بتاع مشاكل لكن هو قرر إن هو يعتذر ودي أعتقد حاجة محترمة جدا ونالت إعجاب الجميع ورد الجميع هو كمان يعني كان عايز يقول أو أكد فيه كلامه اللي احنا مش محتاجين برضو نقوله وهو معروف للجميع زي ما أنا بقول هو قال إن هو عنده أو قال كده أود الاعتذار تحديدا عن التصرف اللي بضر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها نتيجة استفزاز حطوا خط كده معليش تحت استفزاز وحنكمل ليه استفزاز بعدين لم أتحملها وإنها لم تكن إلا ردة فعل خاطئة لغضبي حين سب أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان والتي أستغفر الله العظيم من كل دنب صغير وكبير أنا أبحث عن عفوا لن أبحث عن مبررات ولكنني أجد نفسي مخطئا وكل من يعرف طبيعاتي يعرف أنني لم أكن لعبا عنيفا أبدا ولا أمتلك أي ضغينة لأحد بل تتنافس الجميع عندي بشرف ده كلام محترم بأكد أكيد لو احنا تكلمنا أن هذا اللاعب لاعب محترم وإحنا كلنا عارفين وهرجع أكد هذا الكلام مرة تانية والموضوع بيكون برضو لو أنت بصيت له بعين مجردة بيكون واضح يعني القصة كلها وده ليس دفعا عن حسين الشحات خالص خالص حسين الشحات أخطأ وحسين الشحات نادي الأهلي قبل أي حد لما يتخذ أي إجراء كان لي رد فاعل نادي الأهلي ما بينتظرش الآخر ياخد رد فاعل معين علشان هو يبتدي يتصرف نادي الأهلي لما بيشوف سلوك غير لائق من أي حد من أي حد تابع لي بيتخذ الإجراءات السريعة والمنضبطة ويمكن أمبارح كان عز الموضوع وخرجنا لحضراتكم ببيان كابتن سيد عبد الحفيظ وقلت أن كابتن سيد يعني أقر أن ستكون هناك عقوبة مالية كبيرة تقع على حسين الشحات جراء ما حدث منه ولكن اللي أنا عايزة حضراتكم بس تسمعوني فيه حاجة صغيرة بعين العقل كده أو نشغل شوية فيها يعني مخينا بشكل أو إدراقنا بشكل أوسع هو في حد ممكن أنه يتطاول على الشخص بلا سبب؟ أكيد لا في حد يكون معروف أن سلوكه رائع جدا وفجأة تلاقي منه صدر سلوك يعني غير مبرر برضو نادرة الحدوث برضو ده ليس دفاعا ولكن أنا بحاول نفهم مع بعض اللي حصل أن لاعب كرامتز أشيبي واللي ده مش كلامي ناس كتيرة جدا كانت بتتكلم في هذا الموضوع هو عنده من الأفعال المستفزة في الملعب ومش حسين الشحات فقط ومش في المباراة الأخيرة فقط ده في العموم يعني هو معروف عن هذا اللاعب أنه هو دائما ما يستفز اللاعبين في الملعب فالنوع ده من المشاكل أو النوع ده من التصرفات هل هيكون هناك يعني محاسبة عليه ولا طالما ما فيش فعل مادي اتعمل ضربة أو حركة الناس شافتها فعل مادي يعني حاجة اتعملت مش اتقالت لأن اللي اتقال ده البعض ما بيسمعوش وممكن الحكم بالمناسبة يسمعو وما ياخدش إجراء وممكن إحنا نسمعوه في الفيديو اللي تلعب ويقولك عادي مش مهم المهم إن ما يحصلش أي تجاوز التاني اللاعب مفروض يكون عنده انضباط خصوصا أو خاصة لما بيكون ينتبه للنادي الأهلي ما فيهاش نقاش ولكن خلينا نفهم الموضوع الاستفزاز اللي وصله لده أكيد فيه يعني فيه حاجة كبيرة لما أنا أبقى واقف واسمع أهل بيتي بيتشتمه أكيد ده ما يقبلوش أي شخص وهل هي المرة الأولى من هذا اللاعب للمرة الأولى ولا التانية ولا التالتة على كل حال أنا بتكلم علشان الصورة تبقى واضحة لكن على الصعيد التاني إحنا النادي الأهلي إحنا ما عندناش حاجة اسمها لاعب يتجاوز حق أي لاعب إحنا عندنا حاجة اسمها ضبط النفس عندنا حاجة اسمها فيه التزام واحترام للكيان وللنادي اللي انت بتتبعه واحترام للجماهير بتاعتك فعلشان كده أنا بقول لحضراتكم من جانبنا إحنا حسين الشحات قدم الاعتذار وقدم الاعتذار كمان للجميع تتكلم عن إدارة الأهلي والجهز الفني والزملاء وبالفريق طبعا والجماهير قبل كل شيء وللكرة المصرية وتتكلم كمان أو شمل الاعتذار اللي هو قدمه ده للمغربة هو قال كده وللمغربة أشققنا ودول العربية جميعا عن ردة فعله طبعا وصفها بالسيئة وهي أكيد سيئة وغير مقبولة وقال كمان أعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي وإحنا كلنا عارفين يا حسين أن هي ليست من سلوكياتك بالمناسبة أضاف كمان قال أريد أن أعبر عن احترامي لكل أشققنا فيه أو من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري والتي أتقبل وعفوا وإنني أتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وإنني أعيدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وأن لا يصدر أي شيء آخر يسوء أي طرف منكم في المرة القادمة كان محترم رد فعل محترم ما ممكناش نتوقع حاجة غير كده ده بالإضافة طبعا ليه يعني حديثه على تقبله ليه العقوبة طبعا الموقعة عليه وده أمر لابد بأنه أكيد لأن ده تصرف لا يليق بلاعب في النادي الأهلي يعني ممكن يليق بحد تاني بس النادي الأهلي لا يليق أكيد بلاعب في النادي الأهلي ولكن قبل ما سيب تاني هذا الموضوع وهذا النلف أتمنى أن يكون فيه ومش بكلم عن الموقف الأخير ده تحديدا بس أتمنى يكون فيه يعني قوانين ويبقى فيه محاسبة للعيبة اللي بتتجاوز باستفزاز ودائما اللعيبة الآخرين وبيبقوا معروفين يعني أنا دولات ممكن أقول 3-4 أسماء على فكرة بجد والله معروفين بالسلوك الاستفزازي ده في أندية مختلفة أتمنى يكون فيه محاسبة للعيبة دي لأن مش مقبول أن أنا كلاعب حتى وانت بتطلب مني ضبط النفس أن أنا أسمع شتيمة لأهل بيتي ومفروض أبقى عندي انتباط نفس مرة واثنين وثلاثة واربعة مين من حضراتكم دلوقتي اللي بيسمعني يقبل أن حد من أهل بيته يتشتم طب بلاش كده مين من حضراتكم لو سمع حد بيشتم أهل بيته مع كل الكلام عن ضبط النفس وغيره وغيره هيوقف ساكت صعبة هي صعبة هو مطلوبة وواجب عليه لكن هي صعبة جدا صعبة جدا ولذلك أنا بتكلم أن ياريت يكون فيه محاسبة كمان على الجانب الآخر للأشخاص أو للعيبة اللي بتتجاوز بالسب للعيبة الآخرين نتمنى ذلك حقيقي طيب هنروح ليه مبارح كمان القرار أو قرر كابتن محمود الخطيب يعني دعوة لجنة التخطيط للاجتماع وكان الكلام ده مبارح تحديدا الساعة 3 وعشان ينقشوا بعض الملفات الخاصة طبعا بقطاع الكرة وقرر كمان كابتن يعني سيد عبد الحفيد دعوة عفوا قرر كمان دعوة الكابتن سيد عبد الحفيد مدير الكرة حدور الاجتماع عشان ينقشوا يعني تقريروا بخصوص ما جرى من أحداث عقب طبع المباراة بيرامدز والأهلي في الدوري ملف لسه مفتوح ملف لسه فيه كلام كتير نتمنى بقى أنه هو يغلق إلى الأبد ويتم اتخاذ الإجراءات المنسبة فيه لكن النهاردة اجتماع اعتقد في غاية الأهمية أكيد هنوفي حضراتكم بنتائج هذا الاجتماع غدا في الحلقة بإذن الله بكرة الصبح نروح بقى ليه حاجة كانت لطيفة مبارح وناس كتير كانت عجبها يعني مش عجبها بس الفيديو اللي احنا عنا عرضه عجبها الحالة اللي موجودة من اللاعب المنضم يعني مؤخرا إمام عشور أنا بتكلم واللي هو بينزل فيديوهات من نفسه واللي هو بيعبر عن ساعته من نفسه باندمامه للنادي الأهلي كان مبارح فيه فيديو منتشر وبشكل كبير جدا هو كان عبارة عن يعني محتوط إمام عشور وهو مع أصدقائه وهو بيغني أغنية أهلابي أنا والفخر لي هو فيديو يعني سواني قليلة جدا خلينا نتابع ونرجع نعلق موسيقى موسيقى يعني أنا من الناس اللي سعيدة لما بشوف فيديوهات من هذا النوع بنتكلم عن لاعب له قيمة لاعب شاطر جدا يعني لاعب مصري شاطر جدا كان بيلعب في نادي كبير انضم مؤخرا للنادي الأهلي تختلف أو تتفق لكن هو أو هي حتبقى صفقة رائعة جدا فكرة كمان ان هو جاي وبيورينا قد ايه هو حابب وجوده في النادي الأهلي وحابب وابتدى الانتماء يكون موجود ربما كان موجود قبل كده ما نعرفش ربما ولد من جديد الله أعلم كل ده مش هتفرق أو الموضوع تفاصيل دي مش هتفرق على قد ما المشهد الأخير هو ده اللي يسعدنا إمام عشور أنا أشعر ان هو حابب يكسب جماهير النادي الأهلي يكسب جماهير النادي الأهلي فده ذكاء منه في شكل كبير وده بالمناسبة المطلوب انت عندك لعب كبير جه مش كبير سنة انا هو صغير لكن كبير كفنيات كاحترافية لعب شاطر إمام عشور لعب وسط شاطر جدا فهو بيحاول يكسب الجماهير هذه الفترة وأعتقد ان ده حينجح فيه في الفترة اللي جاية وجماهير النادي الأهلي في الأول وفي الآخر لما اسم بينضم ليه بيبقى خلاص مديه كل الثقة وواثق فيه ومنتظر منه الكثير وحيفرح لأي لعب حلو وحيفرح لأي جول حيشارك فيه أو أي أداء رائع حيتم على الملعب كل ده بيوضاف أكيد لرصيد البطولات وغيره وبيسعد جماهير النادي الأهلي وعلى الصعيد الثاني أنا مش هتكلم طبعا المكاسب المادية والمعنوية وغيره وغيره طبعا لإمام عشور It's a win-win situation زي ما بتقال لازم كل جانب يكون يعني فائز وإحنا عارفين إن ده أكيد مكسب كبير جدا أن أي لعب وده بيكون حلم بالمناسبة أنش بقول كلامه خلاص حلم أي لعب مصري أكيد في الأول وفي الآخر بنسبة كبيرة بلاش بنسبة 95% بلاش محدش تقول لك إيه المبالغة دي بنسبة 95% أنه هو يلعب مع النادي الأهلي فأنا سعيدة بنشوفه وأعتقد الفترة اللي جاي أمام عشور فعلا هينال حب ودعم جماهير النادي الأهلي ملف مهمة بقى اللي جاي لأن كلام تردد بشكل كبير وبقالنا يومين بنتكلم فيه وفكرة هنا فيتوريا اللي جاي قالك فيتوريا يا جماعة ماشي لا فيتوريا مكمل طيب من الآخر لما بيبقى فيه كلام فيه يعني أكتر من تصريح وأكتر من رأي دايما الواحد بيبقى عايز ينتظر ويعرف التصريح الرسمي من صاحب المصدر امبارح تحديدا محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكوت القدم حسم القصة قالك يقال فيتوريا المدير الفني للمنتخب مستمر في عمله ولا صحة مطلقا مما يتردد على توصله لاتفاق مع أحد الأندية السعودية وإن التقرير اللي صدرت من إحدى الصحف غير صحيحة على الإطلاق وإن فيتوريا نفى وجود أي مفاوضات مع أي ناد سعودي طبعا يعني إذا خلينا أقول أن فيتوريا هو حاليا بيقضي أجازة مع عيلته وملتزم جدا بعقده ففكرة عدم التواجد أو فكرة ما بيكون فيه أجازة مع تصريحات مختلفة ممكن من بعض الصحف يعني مش المحلية بيخلي فيه علامات استفاهم أو شكوك ولكن أعتقد محمد غرابة حسم الموضوع هو دلوقتي بيستعد مفروض حسم الكلام للتصفيات المهلة ليه طبعا كاس العالم وعندك بطولة أمم أفريقيا اللي هتكون بإذن الله في يناير المقبل فلا صحة تماما من فكرة أن فيتوريا هيرحل عن المنتخب دي كانت نقطة مهمة أو معلومة مهمة أن احنا نأكد عليها بالنسبة لبقى استعدادات بعثة منتخب مصر الأول لكورت السل اللي بتكلم هنا طبعا رجال لبطولة كاس العالم واللي بقالنا فترة متابعينها ولسه هنتبعها كمان الفترة اللي جاية هو مبارح سفره سلوفينيا ليخود معسكر إعداد قبل البطولة طبعا اللي هتكون في 25 أغسطس وحتستمر لغاية 10 سبتمبر يعني هتكون في الفلبين وحتكون في اليابان وإندونيسيا وخلال المعسكر برضو منتخبنا هيخود مواجهة ودية أمام منتخب الصين المصنف هنا رقم 27 عالميا هتكون يوم 27 يوليو وبعد كده هتسافر بعثة المنتخب لإيطاليا هيكون يوم 28 يوليو هيخود مواجهة ودية برضو أمام منتخب جورجيا المصنف 32 عالميا ده هيكون يوم 29 تحديدا من الحضراتكم يحب يتابع طبعا وكل ده احنا من الكلم أنه هو في إطار الاستعدادات طبعا قبل كاس العالم أملنا فيه كبير جدا وعجبني جدا الاستعدادات والوديات اللي بتتلعب من دلوقتي بتأهلك بتخليك مستعد بشكل كبير أعتقد إن شاء الله فرصتنا كبيرة جدا بالتوفيق ليهم بإذن الله طيب خليني أنتقل بعد كده وحقول إن هي حاجة بتكون محترمة جدا وكلنا كنا بنتساءل هو احنا هيكون عندنا الموضوع ده بشكل كمان يعني أكبر ولا لا بس قصة إن أنت تلاقي حد من الحكام بيمثل مصر في كاس العالم أعتقد كان حلم كبير وكان تساؤل وإحنا ليه ما عندناش حكام بيمثلونا يعني في الخارج في بطولات عالمية أنا بتكلم هنا عن محضراتكم عن طاقم الحكام المصري الدولي طبعا علاء حسن وحسام معتمد اللي هيشاركوا في إدارة مباريات بطولة العالم القادمة للناشئين لكهرة اليد واللي هتصادفة كرواتيا من يوم 2 ل13 أغسطس المقبل يعني خليه أقول برضو بالمناسبة لأ هم ليهم تجارب قبل كده هم شاركوا في إدارة مباريات بطولة العالم كانت للرجال لو إحنا فاكرين لكرة اليد اللي كانت يناير الماضي وبالنسبة لبردو المنتخبنا الوطن يعتم من حضراتكم نتكلم هنا للناشئين هلعب في البطولة الجاية في أغسطس ده ضمن منتخبات المجموعة الثالثة واللي حيضم مصر وعسلندا واليابان وجمهورات التشيك وفيه كمان خبر عن المنتخب عن قبل منسى برضو الناشئين كرت اليد أنا بتكلم هنا بقى موليد 2004 فازوا على النرويج بالنتيجة كانت أعتقد يعني جيدة 35-34 وده كان وديا في معسكر ليهم بالسويد والنهار ده برضو حيلعبوا النرويج وبكرة السويد وده في إطار الاستعدادات لبطولة العالم للناشئين برضو بالتوفيق ليهم احنا نتمنى الأفضل ونفسنا نسمع نتائج مختلفة طبعا لكل الرياضات أو للمنتخبات المصرية الفترة اللي جاية بنزول بقى حالة التقس ودرجات الحرارة والارتفاع الملحوظ اللي احنا عملين نشهده بقالنا فترة طويلة ويمكن خبراء الأرصاد الجوية لحد دلوقتي بيأكدوننا أن نموجة الحر دي ممتدة معانا لسه كمان لأسبوع قادم يعني خلينا نتابع درجات الحرارة النهار ده عاملة ازاي؟ ونرجع نكمل طبعا اللي احنا بنشهده من الارتفاع في درجات الحرارة ملوش علاقة بحب الناس للصيف أو الشتاء يعني الصيف جميل وكل حاجة وناس بتحبه بشكل كبير موجودين أكيد ولكن المشكلة في فكرة أنه بيبقى فيه ارتفاع في درجات الحرارة زيادة عن اللزوم ده ناتج عن أسباب كتيرة منها ارتفاع في الرطوبة الرطوبة لما بترتفع المشكلة أنه مش بيبقى الصيف وحر وخلاص لا بيبقى فيه مشكلة في الأكسوجين بيبقى فيه مشكلة في الجو نفسه أنه هو أي مجهود زيادة أي حد بيضيله ممكن أنه هو يتأثر يعني جسمه يتأثر ممكن يحصل حالات هبوط وغير وإغماء وحاجات زي كده فنحب الصيف على رأسنا ولكن خلي بالنا جدا من درجات الحرارة بهذا الشكل أو جو بهذا الشكل أن احنا ما نعملش مجهود إضافي تحديدا في فترات الصباح وده يمكن الإرشادات اللي وص بيها جميع الخبراء علشان لا قدر الله ما نوصلش أنه إحنا يجي لنا هبوط أو حالات إغماء وغير وشفنا ده يعني في كيسز أو حالات كتيرة جدا فربنا عدي هذه الموجة على خير ويفضل الصيف ما فيش مشكلة بس الصيف مع الرطوبة مع التفاع ملحوظ وفي العالم كله طبعا أمر سعب جدا هنروح فاصل لسه أكيد أخبارنا مخلصتش ونرجع نكمل من حب يوميا نطلع حضراتكو أكيد على المستجدات الخاصة بأخبار النادي الأهلي عشان كده هنروح لمرسلتنا مريم سميح موجودة بقر النادي الأهلي بالجزيرة مريم منجور عليك الصباح الهنى وسمعينك وقبل أي حاجة يحكي لنا بتقص عندك عامل إزاي ودرجات الحرارة ووضح أن أنت بتصوري يعني من الداخل أكيد درجة الحرارة برا مرتفعة بشكل كبير جدا اتفضلي نهوان ده وصبح لكل مشاهد قناة الأهلي في كل مكان مظبوط طبعا نهوان زي ما انت قلت درجات الحرارة الحقيقة بتستمر في ارتفاعها وعلشان كده احنا موجودين يعني من داخل مبنى الاجتماعي تحديدا من أمام دولاب البطولات يعني تفديا لأشعة الشمس في الخارج وده الحقيقة يعني يمكن اللي كمان الأعضاء اتبعوه الحقيقة أن أغلب الأماكن المغلقة في النادي هي اللي موجود فيها كل الأعضاء الموجودين في الصباح البكر من اليوم أما بالنسبة يعني للخارج الحقيقة أن ما فيش يعني كثفات كبيرة جدا من الأعضاء خارج المباني الاجتماعية أو الأماكن المغلقة في المقر الرئيسي بالجزيرة زي ما انت قلت بالظبط يمكن كمان لسه هتشهد الساعات المقبلة من اليوم ارتفاع في درجات الحرارة هتصل ذروتها إلى 40 درجة مقوية وعلشان كده يمكن يعني ما فيش إقبال شديد على المقر الرئيسي بالجزيرة ولكن يعني الحقيقة حتى الأعضاء الموجودين موجودين داخل الأماكن المكيفة في مختلف أروقة النادي خليني بقى يعني يمكن معاكم جولة جديدة يا نهواند من مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان يكون معنا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفريق الأول لقرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى خلينا طبعا نبدأ بقى الفريق الأول لقرة القدم يمكن عقب انتهاء الرحل السلبية لمنحة المدير الفني مارسال كولر للعيبة طبعا كان مبارح أمس يمكن كان أجازة مع التدريبات النهاردة هيعودوا مرة أخرى للتدريبات على ملعب مختار التتش هيكون التجمع فيه تمام الساعة الرابعة مساءا والموران هيبدأ فيه تمام الساعة الخمسة مساءا ده طبعا استعدادا لمباراة الغد أمام المصري اللي هتقاوم فيه تمام الساعة الثامنة والنصف على استاد الجيش ببرج العرب الحقيقة النهاردة الميران هيكون فيه عدد كبير جدا من الأمور الهمة سواء على مستوى المحاضرة أو أيضا على المستوى التدريبات البدنية للعيبة طبعا زي ما احنا عارفين ونوهنا خلال الأيام الماضية وزي ما قال مستر مارسال كولر الحقيقة أن اللعيبة الأساسية لن يتم إشراكها النهاردة في الميران والنهاردة هيتم يعني إشراك اللعيبة اللي ما بتشاركش بشكل أساسي في المباراة سواء المباراة يعني الماضية كلها في مختلف البطولات ولكن الحقيقة خليني أنوه على حاجة مهمة جدا أنه واندي يمكن كل جمهور النادي الأهلي عنده يعني شوية قلة أنه مارسال كولر هيعتمد على اللعيبة الشباب وطبعا أكيد يعني ده ما بيبقاش فيه أي قلة يعني حابين نقول الجمهور ولكن الحقيقة أنه مش هيتم الاعتماد بشكل أساسي من قبل مستر مارسال كولر على اللعيبة الشباب ولكن الحقيقة يعني على الجانب الأخر هيتم الاعتماد على اللعيبة اللي ما بتشاركش بشكل أساسي سواء بقى يمكن علي لطفي مصطفى شبير عبدالقادر قندوسي أحمد نبيل كوكا دول هيكونوا موجودين بشكل أساسي إن شاء الله في مباراة الغد أمام المصري خلينا نقول أن مباراة المصري أكيد مباراة همة جدا وصعبة جدا ولكن الحقيقة النادي الأهلي بيدخلها يعني بحسابات أخرى خاصة النادي المصري لسه متلقي هزيمة كبيرة أربعة واحد أمام سراميكا كليباترا في نهاية الربطة زي ما احنا شفنا كلنا وتابعنا يوم السبت الماضي وده الحقيقة اللي النهاردة هيستغله مستر مرسال كولر في المحاضرة الخاصة بمباراة الغد ولكن أكيد يعني يمكن ما بين تاريخ ينهواند الفرقتين ما بين النادي الأهلي وما بين النادي المصري أكيد النادي الأهلي كما هو حاله أكيد وطبعة الحال مع بقية الفرق أكيد متفوق سواء في يعني الترتيب في المباريات في كل النتائج الخاصة ما بين المواجهات ما بين النادي الأهلي وما بين النادي المصري دايما النادي الأهلي كان هو ليه طبعا الكلمة العليا وكان هو ليه نصيب الفوز في كل المواجهات أو أغلب المواجهات اللي كانت ما بين النادي الأهلي وما بين النادي المصري ولكن الحقيقة أنه هو مباراة بتبقى صعبة فيه أرض الملعب بيبقى ليها حسابات أخرى نادي المصري أكيد خصم مش قليل أبدا ولكن الحقيقة النهاردة مستر مرسال كولر يعني هيستغل النقاط الضعف اللي ظهرت أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة واللي خلت الحقيقة يعني سيراميكا كليوباترا يعني يفوز بهذا وهذه النتيجة أمام النادي المصري الحقيقة نتيجة مش قليلة أبدا أربعة واحد أمام النادي المصري وده اللي هينقشه النهاردة طبعا مستر مارسال كولر في الميران خليني بقى أقولك يعني أنه يمكن بعد راحة اللعيبة الأساسية من ميران اليوم هيعودوا مرة أخرى للميران يوم الخميس علشان بقى استعدادا لمباراة الداخلية اللي هتقام إن شاء الله يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يوليو الجاري هتكون على طبعا أكيد يعني استاد القاهرة أو ملعب استاد القاهرة تقام فيه تمام الساعة التاساعة والنصف وده يعني بيأتي فيه الدور الستاشر من كأس مصر النسخة الحالية عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين وخلينا يعني نوهيان هوا أن مباراة الغد إن شاء الله أمام المصري هي يعني الجولة الختمية أو يمكن مباراة الختمية من الجولة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين وهتكون دي آخر مباراة في يعني مسابقة الدوري الحمد لله النادي الأهلي قدر أنه هو يحسم اللقب الثلاثة وأربعين لصالحه يعني يمكن فيه طبعا زي ما احنا عارفين دايما جماهير النادي الأهلي بتحب أن هي يكون وراء فريقها والتواجد أمام النادي المصري أكيد هيبقى أهم جدا في مباراة الغد إن شاء الله هيكون فيه أوتوبيسات غدا بإذن الله فيه تمام الساعة 12 ونصف ظهر هتتحرك من أمام فرع النادي الأهلي به الشيخ زايد علشان طبعا أوتوبيسات مجانية وفرتها إدارة النادي الأهلي علشان يعني تنقل كل جماهير النادي الأهلي علشان يروحوا يشجعوا النادي الأهلي أمام نادي المصري فيه مباراة الغد يعني يمكن الأوتوبيسات هتتجمع فيه تمام الساعة 12 ونصف ظهرا والتحرك هيكون فيه تمام الساعة الثانية ظهرا من أمام فرع النادي الأهلي به الشيخ زايد الحقيقة يعني عدد كبير من التعليمات تم فرضها على كل الجماهير اللي هكون موجودة بكرا أن هم أكيد يكون معهم في المقام الأول الفان آي دي وأيضا التذكرة الخاصة بيهم وأكيد ما يكونش معاهم أي شيء مضر سواء قبل المباراة أو أثناء المباراة أيضا خليني بقى يعني يمكن زي ما أنت نوهت يا نهوان فيه بداية الحلقة النهاردة أكيد فيه اجتماع هام جدا دعا ليه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع لجنة التخطيط يعني هيتم منقشة عدد كبير جدا من الأمور الخاصة بالمواسم الجديدة بقى لفريق كرة القدم وأيضا يمكن هيتم منقشة النهاردة كل الأمور الخاصة بالأعراض الحقيقة اللي كانت يعني أو العيبة المعاريم من نادي الأهلي بشأن بقى عودتهم في الموسم الجديد وتم أيضا يعني دعوة كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة علشان يتم منقشة كل الأمور اللي حدثت في مباراة بيرميدز أول أمس خلييني أقولك كمان يا نهوان أن يمكن إدارة النادي الأهلي بتعمل على قدم مساق في الأمور يعني الخاصة بعضويات النادي الأهلي في الفروع المختلفة وعلشان كده يمكن حب أنه هو يسهله على كل أعضاء النادي الأهلي أو يعني يمكن اللي لسه هيكون اليوم النصيب أن هم يكونوا أعضاء في النادي الأهلي وفروا يمكن على الأوفيشل ويب سايت وكمان على الأوفيشل بيجز كلها الخاصة بالنادي الأهلي QR كود كل الناس تقدر أنها تدخل على ال QR كود ده والنهاية يعني تتبع عدد من الخطوات علشان يقدروا أن هم يشتركوا في العضويات الجديدة بالنادي الأهلي تحديدا فروع مدينة ناصر والشيخ زايد وأيضا الفرع الجديد والأخير بالقاهرة الجديدة خليني بقى يعني يمكن أقول لك يا أنا هواندا أو ننتقل للألعاب الأخرى يمكن على مستوى كرة السلة الحقيقة أن المدير الفني الكندي يا روي رانا للمدير الفني لمنتخب مصر الكرة السلة اختار سبعة من النادي الأهلي علشان ينضموا للقائمة الأساسية أو القائمة المبدئية لبطولة كأس العالم الحقيقة أن هم يعني اتحركوا خلاص بالفعل صباح أمثل الاثنين لسلوفينيا علشان يعني يمكن بقى مواجهات كأس العالم والحقيقة اللي هتقاوم في الفترة من 25 أغسطس حتى يوم 10 من سبتمبر المقبل أكيد مواجهات كلها قوية وهتم بقى في الفلبين واليابان وأيضا اندونيسيا خليه بقى أقولك على السبعة اللي انضموا للقائمة أو اللي اختارهم روي رانا للقائمة المبدئية لطبعا يعني منتخب مصر لكرة السلة أكيد طبعا إيهاب أمين أيضا عمر الجندي عمر زهران عمر طارق عمر الشيخ وأيضا عمر عزب وكريم حاتم دول السبعة اللي انضموا بشكل يعني مبدئي للقائمة المبدئية والحقيقة أن هم تحركوا خلاص مع بعثة طبعا منتخب مصر لكرة السلة دي طبعا كانت كل أخبارنا نهوان ده من داخل مقار النادي الأهلي با الجزيرة وأيضا الأجواء في يعني يمكن النهاردة في صباح اليوم بشكورت جدا الكلمة ليكي مرة أخر تغتاك العادة رائعة منك يا ماري محيي من المرسلين عندنا المتميزين جدا بشكورت جدا وتحياتنا لكل زملاء أنا أكيد طيب من أخبار النادي الأهلي خلينا ننتقل بعد كده الملف بقى لنا فترة بنتكلم فيه ومش فترة قليلة بصراحة وفكرة الانتقالات يعني الصحفية ووضع ميبابي حاليا لأن فيه تقرير كتير وأخرها كان بالأمس تقرير صحفية قالت إيه بقى؟ قالت أن نادي الهلال السعودي خلاص حيدوم ميبابي يعني وكانت منهم اللي تتكلم بهذا الشكل كانت شبكة سكاي سبورتس البريطانية ودي شبكة مخضرمة جدا ومن المواقع أو الصحف اللي أنت ما تتكلم عنها بيبقى بفعلا عندها مصدقية شوية بس على كل حال أنا بقول لحضراتكم إيه اللي تقال؟ لسه ما فيش قرار أو فيه تصريح رسمي على كل حال هي قالت أن إدارة باريس سان جرمان وفقت بالفعل على عرض الهلال لضم اللاعب وشراءه كمان بقيمة المدة المتبقية من عقده والبلغت 259 مليون جنيه استرليني يعني لو أنت جيت حسبتها باليورو تقريبا 300 مليون يورو طبعا 300 مليون يورو ده رقم كبير جدا رقم كبير جدا طيب من ناحية تانية أشارت بعض وبعض التقارير الصحفية أن بارسلونا مهتم كمان بالتعاقد مع ميبا بي وأن هم حينقشوا معاه في التفاصيل حيتكلموا معاه في التفاصيل وقالت أن بارسلونا أجرى اتصالات بالفعل مع بي أس جي عشان يحاولوا يشوفوا ويستكشفوا إمكانية انتقال ميبا بي في فترة الانتقالات اللي هنتكلم عليها الجارية وطبعا برضو خلينا نقول نحن كلنا عارفين أن عقده هينتهي مع باريس سان جوربان في عشرين خمسة عشرين تتكلم تقريبا في سنة وشوية أو سنتين فهل ده هيحصل مش هيحصل يعني طبعا ملف غريب ملف غريب وخصوصا أن أنت بتتكلم عن يعني عروض مختلفة وإحنا سمعين قبل كده برضو أن ميبا بي كان عنده نية أنه هو يروح لريال مدريد وكان حابب أن هو يروح لريال مدريد وشوفنا التصريحات الأخيرة من ملاك بي أس جي ونصر الخليفي اللي اتغيرت مؤخرا في الأول كان فيه تمسك من بابي بعد كده قال لك لأه الموضوع راجع ليه اللاعب عايز يكمل عايز يمشي هو حر بس فكرة العرض الجديد أنت بتتكلم عن الهلال السعودي ده مختلف يعني هل فعلا ممكن ممكن ندخال ميبا بي كمان حينضم ليه الدوري السعودي يعني ساعتها ولاي الواحد مش عارف شكل الدوري السعودي حيب عامل إزاي أنت بتتكلم عن أفضل لعبت العالم كلهم بيروحوا الدوري السعودي تقريبا يعني ولسه الصفقات مستمرة ولسه الانتقالات مستمرة وحنسمع أسماء يعني لسه كبيرة جدا في الفترة كمان اللي جاي أعتقد أو بشكل يعني كبير فلسه كلها أقويل لكن واضح أن قصة يعني أن ميبا بي يستمر مع بي أس جي أعتقد دي أصبحت منتهية بشكل جميل لكن إيه هي اللي جاية أو الخطوة اللي جاية ده للأيام اللي جاية أعتقد حتأكدوا لينا لكن لسه ما فيش أي بيان رسمي نقدر من خلاله ندي حضراتكم معلومة مؤكدة يعني بالنسبة لنيدي النصر السعودي كان عنده فعالية طرفهية مفروض شارك فيها اللاعبين وأكيد طبعا لو هنتكلم عن اللاعبين وطبعة الحال شارك فيها كريستيانو رونالدو كان بحضور أطفال كتير جدا خلال المعسكر اللي كان للنيدي في اليابان تحديدا استعدادهم أكيد للموسم اللي جاي مفروض في الصورة بيزار كريستيانو وبيزار عندنا عبدالله مادو وآلكس تالس الصفقة الأخيرة للنصر السعودي مع الأطفال بمناسبة يعني الاحتفال بس لو تيجي بقى تتكلم على الصحيد التاني وإيه نتائج نادي النصر هو خسر بالمناسبة يوم الخميس اللي فات مباراته الودية اللي كانت أمام يعني بنفيكا البرتغالي ومفروض أنه عنده مواجهة تانية مع باريس سان جرمان هتكون النهاردة يعني فيه مباراة أيضا ودية بيه اليامان وده برضو عيه لم تستفهام لأن البعض قالك مع كل الصفقات اللي أنا بتكلم عليها وصفقة كريستيانو الوحدها أنا عايز أشوف طفرة فيه الأداء عايز أشوف أرقام مختلفة تحذيرا مع النصر السعودي اتحقق ده مع ميسي أول ما راح لإنترم مع يامي شفنا النتائج من أول مباراة شفنا أداء رعا من أول مباراة لكن أنا مش عارفة ليه كريستيانو غير موفق حتى هذه اللحظة مع النصر بصراحة يعني احنا قلنا حننتظر ونشوف وصفقة ربحة ولا لا بالنسبة الكريستيانو احنا قلنا من الجانب السعودي خلاص الموضوع محسوم لكن هل الصفقة دي نكحة بالنسبة الكريستيانو ورونالدو ولا لا وغير أن هي صفقة مادية وغير وهل هي يعني مكسب ليه لانتهاء يعني لعبه وانتهاء هذه المسيرة الكروية الطويلة مع كل هذه الانتسارات والتاريخ الحافل بيعني حاجات رائعة جدا مفروض هو يعتز بيها هل هي دي النقطة أو نقطة النهاية اللي أنا بروح بعتزل بيها بهذا الأداء برضو هذه الصورة أنا من الناس اللي شوية بصراحة زعلانة لو حدا يسألني يعني عن إحساسي لا أنا من الناس اللي زعلانة لأن أنا كنت أتوقع وجود كريستيانو مع النايد النصر السعودي هيعمل نقلة إلى حد جميل لكن ده غير محقق لا على المستوى الشخصي على فكرة ولا على المستوى الجماعي يعني النصر أرقامه غير جيدة حتى هذه اللحظة على كل حال حيبان برضو الفترة القادمة خلينا نبقى تنتابع فيديو جراف عن الأندية المتأهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا بتكلم عن موسم 2024 في الدورية طبعا الأوروبية ونرجع نكلم نحن روح لملف مختلف وأتكلم عن كرت القدم النسائية كان فيه دفعه الكبير جدا مع كاس العالم للسيدات طبعا المقام في أستراليا ونيوزيلند ومفروض هيستمر لغاية 20 أغسطس لتحاد الدولة كرت القدم أعلن بيع نتكلم مليون ونصف تسكرة يعني ده أعتقد إنجاز كبير جدا ابتدت الناس تحب كرت القدم النسائية وده طبعا الإنجاز للبطولة تكلم في بيع واحد ونصف مليون تسكرة حتى الآن لا أعتقد ده أمر محترم جدا نشاهدت كمان مباراة الافتتاح حضور كان قياسي للمباراة بتاعة كرت القدم للسيدات عندك كانت أستراليا ضد أيرلند وكان فيه نيوزيلند ضد النرويج كان فيه حضور جماهيري رائع جدا وحنرجع تاني نقول إن الحضور الجماهيري ده بيدل على أو العدد الكبير ده بيدل على تغيير الثقافة في العالم طبعا الثقافة مختلفة تماما في الغرب عن الدول العربية وبالتالي طبعا للنتائج والاهتمام وغيره بكرة القدم النسائية هم سبقنا بكتير لكن كرة القدم النسائية مؤخرا أصبحت كمان بتنال اهتمام العالم يعني لا تقل الجاب أو الجاب ما أصبحش كبير جدا بين كرة القدم للرجال والسيدات يعني ابتدى لأن برضو نتائجهم رائعة بصراحة أو أنت لو تجي تتفرجت على الماتشات بجد حتلاقي قوة في اللعب لا يقل عنك بتتفرج على ماتش على فكرة لكرة القدم للرجال العادية فتفرى كبيرة نتمنى في يوم الأيام إن إحنا يبقى عندنا فريق أول ويبقى عندنا منتخب قوي وفعلا نستمتع بالكرة القدم النسائية لأن الرياضة ما فيهش بقى يعني الرياضة تنفع لرجل ما تنفعش لامرأة والكلام اللي إحنا كنا منسمعه الثقافة القديمة يعني ألعاب القوة نفسها اللي جاب لنا فيها ميديليات ذهبية في الأولمبيات هي كانت يعني مرأة يعني ما فيهش حاجة اسمها كده فيه حاجة اسمها بطل رياضي وبطلة رياضية وقلت القدم النسائية أعتقد ممتعة لا تقل بالعكس يعني متعة وتبنى إن في الفترة اللي جاية الثقافة عندنا داخليا كمان تختلف بشكل كبير كده بنزول بقى فيديو جراف آخر محضرين لحضراتكم عن أعلى عشر نجوم قاقيمة تسويقية نتكلم مع ريال مادريد تحديدا يعني أعتقد بيتصدرهم هنا فينيسيس جونيور كان قيمة 150 مليون يورو على كل حال خلينا نتابع تفاصيل أكتر فيه حد باعت كان بيرد على الكلام على صفحة طبعا عشر صبح في الأهلي بيرد على النقطة اللي كانت ماريم بتتكلم عليها وقيا فكرة ماتش الأهلي والمصري وهل فيه ناس متخوفة من أنت حتلاعب ناس يعني مش هنقول بودلاء ولكن الناس مش السكواد الأساسي بتاعك وهي كانت ماريم ردت ووضحت قالت ما فيش حاجة اسمها كده أنت عندك فريق اسمه النادي الأهلي أي حد بيلع فيه سواء سكواد أساسي سواء بودلاء أو غيره أنت لازم تكون متطمن وأعتقد ده مارسل كولر فمش أي ألأ كده أنت تاريخك يعني مع النادي المصري وأنا بحب جدا لغة الأرقام بالمناسبة بتيجي تتكلم يعني في الإجمالي عدد البطولات أو عدد المتشاط ما بينكو 147 إن شاء الله غدا هتكون 148 الكافة عندك أرجح بكتير جدا في عدد الفوز مقارنة طبعا بالفوز ليهم أو بالتعادل فالمنطق بيقول طبعا إن شاء الله هتكون مباراة أكيد قوية داخل لاعب أو بتلعب بثقة عالية جدا بتكون بتلعب وعارف كويس أوي المستوى اللي أنت وصله وعارف كويس أوي طبع المستوى المنافس وبتحترم جميع المنافسين ما شفناش فيه مباراة حد داخل يعني شايف إن المنافس أقل حتى كأرقام أو ترتيب في الجدول وبتتهاول معي أبدا لما بيحصل حاجة زي كده ممكن تكون لها تبعات أخرى وده برضو ما بنعلقش عليه الشماعة ولكن بيكون لها تبعات أخرى إجهاد أو غيره أو ضغط أو غيره لعبت النادي الأهلي بتلعب كل 48 ساعة لعبت النادي الأهلي بتلعب كل 48 ساعة لو أنت جيت تكلمت عن المباراة الأخيرة بين الأهلي وبيرمدز بيرمدز كان واخد راحة قبل كده قد إيه برضو أنا مش بدي أعذار لكن أنا برسد أو زي ما بتقال كده برسم الصورة بشكل واضح بيرمدز كان مريح قبلها قد إيه النادي الأهلي عندك كان بيلعب مباراة كل قد إيه فطبعا يعني فوارك كبيرة جدا وبتفرق بشكل كبير تاني لعيبة دي بشر لعيبة دي حتى لو مكن المكن بيحب أنه هو يريح إن شاء الله تبقى مباراة قوية جدا وإن شاء الله أنا استمتع وواثقين في كل لعب اسمه مندرك في النادي الأهلي بغض النظر أسازي في السكواد أو بودلاء أو غيره أنوح فاصل سريع ونرجع عشان نبدأ بحضراتكم أولى فقراتنا الحوارية خليكم معنا رحب حضراتكم مرة كمان وحنتكلم في الفقرة دي عن بطلة الأهلي ومصر في الكاراتي بسي جالها إصابة مؤخرا بعدتها شوية كده وكانت فترة طويلة لكن هنتطمن عليها ونعرف كمان استعداداتها ليه الفترة اللي جاية وبرنامجها العلاجي وكل التفصيل الأكيد اللي تهم حضراتكم إذن خلينا نرحب ببطلتنا تقى هشام لعبة الأهلي وانتخب مصر الكاراتي وكانت منورانا على فكرة تقريبا من سنة منزور يا تقى منزور صباح الهان عليك ومنورانا بجد وحلو إن الوحيد يلاقي بنت أمورة ونكحة وبطلت رياضة فيعني ميكس مش موجود كتير مرسي قوي خلينا بقى نتكلم كده في البدايشن برضو الناس اللي بتتبعنا دلوقتي إنتي جات لك إصابة خلينا نعرف أو نتكلم عن الإصابة الإصابة جات لك سببها إيه وبقالها فترة قد إيه وان شاء الله ترجعي مرة تانية إمتى أوه وانا من حوالي سنة جات لي إصابة قوية جدا كانت قابل استعدادات بطولة مهمة جدا كانت قابل بطولة الأنسات للعالم فجات لي مزء من الدرجة التالتة يعني يعتبر قطع في العضلة فعطلني كتير أوي خلاني بقى عادت يعني بقى لي حوالي سنة قاعدة هو بسبب الإصابة دي بس المزء ده كان جاي إيه يعني نتيجة أحمال وانا في تمرين وكان أحمال ويعني أصلا إصابة وحشة جدا أوه يعني وانا في تمرين حصلت الإصابة دي فجأة فهي بدون توقعات يعني كان حصل بتحصل طبعا الإصابات بتبقى نسبها وردة أو نسبة يعني بيبقى تير بتحصل في رياضات مختلفة بس خلينا نبدأ شوية برضو نفكر الناس ليه توقف الكاراتية وإزاي التقلق اللي وصلتيله كم تكلمي عنه المنتخب لعبك في المنتخب فأكيد رحلة يعني محتاجين أكيد نتكلم فيها طبعا أيها الرحلة بدأت عادي أي طفلة صغيرة راحت لعبت الرياضة فطبعا كل حاجة بدأت في النادي يعني النادي بيفضل ماسك اللاعب لغاية ما بيهيأ أنه هو يوصل لبقى لعب منتخب ولعب دولي فعادي بقى وأنا صغيرة أهلي لقوني بتميز في الرياضة دي والمدربين شايفين أن أنا بتديت أحقق بطولات قاهرة جمهورية بتديت أخش المنتخب واحدة واحدة بقى بتدينا نطلع بطولات دولية الحمد لله جت عالم فهي الرحلة بتبقى كده واحدة واحدة من الصغر يعني هو ده اللي حاصل أنت كنت حابة الكاراتي يعني؟ لا والله هي كات بايلوك هي أنا دخلتها بايلوك خالص بس أنا حبتها وتعلقت بالرياضة نفسها لما لقيت أن أنا بقى تشيف بطولات كتيرة وكده فطبعا أي مدليا بقى وكده فحاجات دي طبعا خليتنا تعلق بالرياضة أكتر هو في كذا نوع من الكاراتي صح؟ هو الكاراتي كاتا وكوميتي يعني الفايت اللي هما بيبقى اتنين بيعملوا فيت قدام بعض كوميتي الكاتا بيبقى استعراض أنا الكاتا اللي هو كأني بمثل الضربة كأن قتال وهمي حد قدامي بس أنا لوحدة دي لها مواصفات معينة جسدية مثلا المفروض تكون متوفرة ولا طبعا أي حاجة زي استعراضي أكتر ما بتفرقش لا لا طبعا محتاجة هي البدني كويس جدا يعني تبقى الضربة نفسها عايزة سرعة معينة باور معين أفلاك معينة جنباط لياكة مرونة محتاجة فتنس علي قوي حلو جدا طب أنت بجانب رياضة بتدريسي ناوية تكملي بعد ما تتخرجي يعني خلينا نعرف أو أنا اتخرجت خلاص من قرأي بقى ومن أسبوعي لستفرش يعني بزرط يعني الصراحة لما ممكن أكون لما عدت السنة دي ما حاولتش بقى أن أنا يعني هو كان غزبا عني هفضل قعدة يعني كان شينفع أرجع على طول فاتجهت بقى أن أنا أركز في مستقبلي أكتر أخيرا بقى نركز أو يعني لقيتني فضل ركزت بقى في المستقبل في الدراسة وإن أنا أحسن من نفسي وأخذ كورسات يعني فور ما يسأل أنت بتدريسي إيه أصلا؟ أنا بزنس انفورميشن سيستم وهتشتغل حاجة خاصة يعني دراستك أو أكيد يعني أتمنى أصب في ناس تحب اللي هي خصوصا متكلمي بطر رياضي قولك لأ أنا حكمل لغاية لما دوري يخلص كلاعب وبعد كده هممكن أتجه للتدريب أو الإدارة مثلاً فهل أنت بتفكري في حاجة زي كده ولا لأ عايزة تكون لك البزنس بتاعك أو شغلك المنفرد مع الرياضة؟ الاتنين مع بعض هو عشان أنا تعبت في ده وتعبت في ده يعني أنا دراستي تعبت فيها جداً فمش من الطبيعي أن أنا هسيب الدراسة وأروح عشان أنا بطلة عالم أتجه للرياضة فقط لا أنا ممكن أحقق ذاتي في الدراسة بتاعتي عشان ما ضيعش مجهودي وفي نفس الوقت يعني مثلاً لو أنا ما عنديش الفرصة أن أنا أرجع كلعيبة تانية أنا ممكن أمرن بحيث أن أنا أفيد الأجيال الصغيرة أدوهم خبراتي أبقى مسكت العصائي النحياتين توقع بتقيل دايماً أو يعني الناس ملاحظة أن الفترة الأخيرة الرياضة النسائية عاملة شغل محترم وفيه طفرة كبيرة في الرياضات كلها ولحنتكلم عن الكاراتي كمان فيه طفرة كبيرة مؤخراً في الكاراتي خاصة بالأرقام فأنت بتتكلمي في ذهبيات حققتيها وده يأكد أن ما فيهش رياضة حكرة على نوع معين يعني مش حاجة مثلاً أقول ألعاب القوة أو العنف دي على الرجال بالعكس البنات لما دخلت أثبتوا نفسهم شكل كبير فخلينا نتكلم عن مشاركاتك المختلفة والميداليات الذهبية اللي حصلتي عليها والقصة اللي هي بتعت التحديات لأن طبعاً إحنا دايماً منحتفل مع أبطالنا بالميدالية بالبطولة لكن طبعاً فيه وراها كواليس كتيرة جداً فخلينا نروح لده عالم أو الأفريقيا وبحوة توسط ودورات ألعاب أفريقية سفرتها وبريميور ليكز يعني الحمد لله المنتخب رحت بطولات كتيرة من ناحية بقى اللي هو حقيقي عايزة تعرفي الصعوبات لوجهتك لأن الموضوع مش كواليس كواليس طبعاً الناس كل لها بتشوف أن البطل هو ميسك الماديليا واقف على المنصة خلاص هو ما عملش أي حتى عاد بس هو ورا كل ده فيه تضحيات وفيه مجهود كبير بيتبزل يعني فيه تضحيات مع الأسرة وتضحيات مع النفس حتى جامعة العائلية مثلاً ممكن لأ مش هعرف عشان عندي تمرين عندي معسكر يعني إحنا دايماً كنا في المنتخب إحنا عادين في المعسكر يعني ملناش دعب حياتنا الخارجية إحنا مركزين على الجول اللي إحنا وصلين له وعايزين نوصل له ملناش دعب يبقى أي حاجة برا ملناش بقى عندنا الحياة الرفاهية قوي يعني دي تضحية كبيرة جداً تأسطر عن نفسي صح لا أنا بتفل معيك جداً الحالة الاجتماعية إلى حد كبير بيبقى ليها يعني توابعها بالأسف بتتأثر بشكل كبير أكتر حاجة طيب لو حاجة أتكلم عن الكاراتيب في مصر سيدات وصلنا لفين ووصلين لفين ولو هنتكلم عن البطلات الموجودين كمان في مصر كلمين أكتر من تاني من البطلات اللي ممكن نتكلم سواء في النازل الأعلي أو في المنتخب محققين تقدم رائع جداً وأرقام جيدة نحن طبعاً عندنا اتنين أحسن منهم صارة عاصم وعندنا جيانا فاروق وعندنا فريال أشرف فهم جيانا وفريال في الأولمبيكس اللي فاتت كانت فرصة كبيرة أن احنا الكاراتيب دخل الأولمبيكس كتأول مرة أنه هم يجيبوا جولد وسيلفر فده ده كان إنجاز للكاراتيب حاجة يعني غير متوقعة تماماً فكان إنجاز كبير قوي يبقى الاستيدات عندنا وعندها مثلاً صارة عاصم هي استيل بتلعب كتبتلعب في المنتخب بس دلوقتي بقيت كوتش في المنتخب فمش ما فيش بقى حاجة مكتصرة دلوقتي يعني الرجال والسيدات بقينها هناك بكل حالة حتى كان بيجي يقول لك يا بنتي كاراتيب اللي انت بتلعبيه يا بنتي هو انت هتوصلي يعني لفين حتى كان بيحاول أنه هو مش يهدمك بس يعني يؤثر عليك اوه كتير ده طبيعي دي حاجة أساسية اوه زي ايه مثلا ايه اكتر حاجة او اكتر حاجة او اكتر حاجة ما عجبت كيش تقليت لك كانت اوه يعني كان بيتقلي مثلا قبل ما اجيب اوال عالم انا كنت اصغر لعبة في البنات اللي لعبت معاهم وكنت دخلت برضو المنتخب اندمام كده باي لك برضو عشان كان عندي إصابة بس ساعات هتقلي ان لا انت دخلك كده بالحظ ومدخلينك كده مش هتسافري اوه انت ولا هتسافري ولا هتعملي ولا هتجيبي بطولة يعني رغم الناس اللي كانت دخل أساسي انا اللي سافرت وانا اللي جبت اوال عالم احنا لو قاعدنا نسمع للسلبيات مش هنحقق حاجة فالواحد يركز قدامه احسن انا بتفعل معاك بجد برافو عليك انتي كنت في اصابة فترة طويلة زي ما كنا بنتكلم وملف مهم جدا طرحناه اكتر مرة مش بس في رياضة كرت القدم في كل الرياضات وهي التأهيل النفسي لان ممكن ان انا ارجع كبط الرياضي بعد سنة بعد سنتين بعد ست شهور واقدر ان انا استعيد القدرة الفنية بتاعتي ومستوية في الملعب لكن فكرة التأهيل النفسي ان انا بعد سنة انا اتأثرت غيري قدم حاجات عني الثقة ممكن تكون تهزت شوية فكل دهن بيحتاج اخصائي نفسي اولا ازاي قدرت ان انت تتدار كده هل في اخصائي نفسي بيساعدك ولا الموضوع شخصي او تاتي او بتلجعي لحد مثلا من قريبين ديكي في حتة دي بالنسبة لي طول ما لعبت والغاية دلوقتي الموضوع بالنسبة لي شخصي ما لاجعتش لحد سبيشل في الموضوع هو فيه في كوتشوس كتيرة بس هو يعني الواحد مع الخبرة ومع البطولات اللي لعبها هو بيعرف سيطرة على نفسه حتى دلوقتي لو لما هاجي هرجع ان شاء الله او كده هو طبعا فيه ناس تلعت علي وفيه لفز اختلفت وحاجات كتيرة تغيرت بس هو يعني بالخبرة بتبقى واحدة واحدة بتقى كيس اينا مش بنحتاج مش دايما بس على حسب برضو مش كل زي بعض فيه اوقات بنحتاج او على حسب بيبقى الموضوع برق دينا يعني ايو طيب بتشوفي ايه اللي ناقص ايه اللي ناقص علشان نقدر نقول ان اللعيبة عندنا تحديدا في الكاراتي ومع الاتحاد متوفر لهم كل حاجة ما اقدرش بعد كده ايجي لما حاسب لاعب عندي سواء على مستوى السيدات او الرجال ان انا اقول اصلا هو اصر علشان ما كانش عنه امكانيات معينة ايه النواقص اللي انتم محتاجينها احنا في المنتخب طبعا فيه نواقص كتيرة يعني احنا طبعا مش بيقى عندنا سبونسر يعني فيه اوقات المنتخب مش بيقدر يسفر كل اللعيبة فانت مش هتسافر طبعا انا هسفر على حسابي انا هدفع المبلغ الفلاني على حسابي فهو فيه ساعات لعيبة ما عندهاش الامكانية انها تعمل كده اه فيه مثلا لبس معين بنجيبه مش بنلبس اي بدلة مش بنلبس يعني لبس معين برضو بيبقى تكلفته عالية فطبعا محتاجين سبونسر محتاجين سفريات احنا في الكاراتي بتولات السيريس ايه هي اللي بتساعد ان احنا نعلى في الرنك فنسافر ان شاء الله الاولمبيكس لو جاد تاني او البريمير ليجز فاحنا كان عندنا تأثير جامد قوي في النقطة دي السفريات فكل اللعيبة المميزة بتبقى محتاجة تسافر عشان تعالي الرنك بتاعها فيه دلوقتي من غير الرنك فيه بطولات معينة ماينفعش تسافريها فبتضطر يتفضلي قاعدة محلك سير يعني انا مصفرش بطل عندي علشان ما عنديش امكانات المادية امكانات المادية طب الاتحاد يعني يرد عليكم في ايه ما هو الاتحاد ممكن يصفر لاعب بيصفر اتنين بس هو ما يقدرش يدي فرصة اكتر من كده مع ان فيه لعيبة كتير مميزة بتبقى محتاجة تاخد الفرصة عشان تتقلق بعد كده فهي بتبقى امكانيات مادية هل المشهد ده موجود في دول تانية يعني بخبرتك طبعا انت اكيد اتعاملتي مع دول مختلفة في اللعبة دي وابطال مختلفين هل بيعانهم من نفس المشكلة ولا انت تتكلمي ان المقساة دي بس عندنا احنا في مصر هم عافية عندنا احنا بس ولا بس برا لا متابعة بس برا احنا مفيش بطولة كنا بنسمع عنها الا والمنافسين الاقوائي اللي احنا عارفينهم بيروحوها بطولات كتير مكناش بنشاركة عشان مش هينفع نسافر سواء بقى مش مستعدين سواء مفيش امكانيه ان احنا نسافر دلوقتي احنا مبنبقى في المنتخب اللي بيقولوا عليه احنا بنمشي يعني حتى لو انت عايز تسافر على ميزانيتك الخاصة وهو المنتخب مش عايز يسافرك خلاص انت وتقدرش تعمل حينا اوكي انا اتمنى موضوع التقسير المادي ده يعني ينتهي في كل الرياضات بصراحة لان احنا مش عايزين نخسر مجهود اي لعب موجود طبعا الاختيار في الاو في الاخر بيرجع للاجنة الفنية والالاتحاد هو اللي قدر من يقدر ان هو يمثل مصر في اي بطولة لكن لو الموضوع مقتصر على ان انا ما عنديش امكانيات مادية فانا اتمنى ان فيهم لقيم نقضي على هذه المشكلة ويبقى فيه فكر مختلف ان انا بدعم الرياضين بتوعي من خلال السبونسرز والشركات اللي هي بتبقى حبا ان هي تعمل النوع من الدعاية بهذا الشكل بتلجأ لفنانين اعتقد ان الرياضين فامس حاجة بكتير عن الفنانين طيب بالنسبة للجيانة فاروق وفريال اشرف مثالين اكثر من رائعين وتحديث عن بطلات مصريات ومتقلقين جدا ومتقلقوا جدا ورحلة نجاح اكيد طويلة اكيد انت بصك هتوقع برضو كلاعبة انا نفسي اوصل لللافل ده عشان اوصل لللافل ده محتاجة اشتغل على نفسي محتاجة حاجات كتيرة او يعاملها طويلة نفسك في ايه تعمليه ايه المستنية ايه الخطوات اللي انت راسمها عشان اوصل ان عندنا كمان طويلة بطلة اخرى بيضاف اسمها طبعا لأبطال المصريين هو حاليا انا بذبالي يعني مش عايزة اقول بنسبة كبيرة هرجع بس مثلا 50% انا لو محتاجة ارجع تاني انا محتاجة طبعا زي ما قلت حاجة سبونسور محتاجة سابورت كبير جدا من المنتخب بقى من المدربين لان الرجوع يعني محتاج مجهود اكبر بكتير جدا من اللي كان قبل كده طبعا جيانا وفريال مثل كبير جدا يعني هما نكحين في هما ده كترة هما نكحين في الدراسة نجحوا في الدراسة ونجحوا في الرياضة طبعا اي حد يتمنى يبقى زيهم بس انا دائما عندي وجهة نظر الشخص النجح نجح في كل حاجة مش في النجح يعني لا يمكن تلاقي شخص نجح في حاجة والبقى يفشر فيه ده ما يبقى الشخص نجح بنسبة كبيرة بيبقى نجح بنسبة يعني متوسطة لكن الشخص النجح دائما يكون نجح في كل حاجة نجعرف يعمل بالنس هي الرياضة بتعلم ازاي نعمل بالنس في ده وفي ده وازاي نظم وقتي يعني هي الرياضة فعلا لها تأثير كبير جدا في الموضوع ده ايه اكتر البطولات اللي شاركت فيها حبتيها بنا نكلم قريا او حتى دوليا وفي نفس الوقت تتمنى ان انت تشارك فيها او انا بطولات طبعا اول العالم اللي اخدتها طبعا احسن بطولات حياتي بس برضو بحب اشارك بطولات اللي هي دورة الالعاب الافريقية بتبقى شاملة الرياضات كلها يعني بيبقى فيه كده روح معينة للبطولة دي ان احنا بنروح مثلا نشجع التايكوندو بنروح نشجع الهندبول نشجع كذا كذا تيم فبتبقى لها روح مختلفة الحمدلله شاركتها مرة في الشبات ومرة في الانسات جبت فيهم فضة فلا بتبقى روحها مختلفة وحلوة جدا طوح اسألك عن تجربتك برضو وبدايتك مع النادي الاهلي وانت مبنت من ابناء النادي الاهلي ازاي ده فرق معاك في البدايات لان اكيد بيبقى ليه فكر مختلف اداء مختلف التزام مختلفة خلينا نتكلم على الفترة دي هو النادي الاهلي احسن حاجة فيه طبعا هو ادارة قوية التأسيس كمان اه هو ادارة قوية فهو يعرف يملك اي حاجة البيز بيبقى مظبوط جدا يعني تأسيس صح التزام وطبعا هو يعلمك بقى كل الانتباطات المفروض اي لاعب عشان يطلع لاعب دولي وعالمي هو الاساس هو اللي عمله يعني اي لاعب دلوقتي وصل للعالمية هو طبعا نادي الاهلي هو اغلب الطل العالم على الفكرة في الاهلي صحيح دي حيات الرياضات المختلفة بالنسبة الكراتيقة فيه كتير قوي في الاهلي ابطال عالم فهو بيقسس صح ويقول بيربي برضو يعني هي الرياضة تربية برضو صحيح طبعا انا مبسوطة ان احنا تقابلنا بعد سنة احنا كنا مع بعض من سنة وكان بداية الاصابة للأسف طبعا بس الحمد لله ان احنا تطمننا عليكي نفسي ان شاء الله المرة جاية تكون اقل من سنة ويكون فيه جديد تكوني رجعتي مرة تانية وبتشانكي كمان في بطولات كل التوفيق ديكي ان شاء الله هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم عشان الفقرة الحوارية الاخرى خليكم معنا نهذا هنتكلم بشكل مفصل بقى عن صفقات اوروبا خصوصا انت بتكلم ان الفرق كلها رجع تاني للتدريبات استعدادة انا اكيد للموسم الجدير هنقش كل ده بس خلينا نرحب في البداية بدفنا العزيز والستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي بونجور بونجور انا هوندو صباح خير عليك صباح انا شعر فابدأ منين ولا منين والله مركاته ساخن جدا ومنشتات قوية وطبعا يعني الواحد في حاجات عايز يفهمها بصراحة وانا عايز ابدأ تحديدا بملف الميبابيا لان النهاردة كان معايا خبر جديد او الاخر حاجة في هذا الملف وقصة ان احنا سمعنا بقى ان الهلال السعودي عرض رقم كبير جدا 300 مليون يورو انت بتكلم فئة اعلى من كريستيانو رونالدو وهل ده اصلا يعقل وحاجة تانية قال ان بارسلونا في طريقه برضو ليه التعاقد وغير ان هو اصلا حابب ان هو يروح ريال مدريد بص الموضوع غريب غريب ايه الجديد ايه اللي صح ايه المؤكد لو انت عندك اي معلومة يعني بالنسبة للمصادر الموصوكة انا هوند في قصة انبابي الوضع كالقاتي طبعا بارسلونا عرضه خلاص البيع لم يضم انبابي للقايمة للجولة بتاعته وذيء منه مؤخرا لانه كان فيه اتفاق مش مكتوب ان انبابي المفروض كان العقد بتاعه ينتف في 2024 لكن فيه قابلية شرط موافقة انبابي ان يمدد في 2025 انبابي بعت خطاب لباريس سان جرمان منذ حوالي اكتر من شهر قال لهم انا مش همدد وعاد يخلص في 2024 وبعد كده ارحل باريس سان جرمان عندها قناعة تم ان فيه اتفاق بين انبابي وريال مديد ان هو يرحل مجان في 2024 طبعا الوضع حالي ان باريس سان جرمان عايز خلاص انبابي يتبع ان يحق منه اكبر استفادة مادية بدلا ما يخسره مجانة في 2024 الورود اللي وصلت حتى الان حسب المصادر الموصوقة العرض الرسمي اللي وجود على الطاولة هو عرض الهل السعودي يعني ده خلاص مؤكد 300 مليون يورو المبلغ اللي ياخده باريس سان جرمان 300 مليون يورو حتى اعلم المبلغ اللي طلبه باريس سان جرمان حوالي 2 مليون يورو خاصان ده لعب نقصه سنة واحدة في عقده الكلام كله بقوا ده بحسب شبكة سي بي اس الامريكية ودي واحدة من اكبر الشبكات على مستوى العالم بتقول ان الراتب الاجمالي المبابي في السنة الواحدة هيبقى 700 مليون يورو شامل طبعا الراتب الاساسي 200 مليون يورو بلاس طبعا يبقى فيه نسبة اعلانات حق الصور كلها كل عائداتها تبقى مع مبابي والعقدة يكون لمدة سنة واحدة بحيث انه يحق حلم بعد كده يعني المسؤولين في الهلال وفي صندوق الاستثمارات العالمية السعودي ما عندهمش اي مشكلة ان العقد ييجي سنة واحدة ان المبابي يجي سنة واحدة وبعد كده يروح بشكل مجاني ريال مالي ما عندهمش مشكلة ايه يدفعون الباكتج كلها توصل مليار يورو يدفعها هذا المبلغ محقولة ليه ادفع في مبابي مليار يورو ليه اعلى من مكان ميسي ممكن ييجي واعلى من كريستيان ولا مش فاهمة دي هم عايزين وانا هتتكلم فوارق السن يعني اذا كده كده وقعت سنة واحدة فمش هتفرق السن السن ده عامل لكن العامل الاخر وهم هو الماركتنج للدور السعودي العالم كله انا هوند اللي انا اعترف عالم كله تبقى مع الدور السعودي وده هم اللي عايزين بس رقم كبير فهم رقم طبعا بخير انا ما بقللش منه بس رقم بيوج يعني الاكيد وبحسب كذا مصدر سواح لكيب صحف الاطالي الشهير في بريزي رومانو شبكة سي بي اس سكاي سبورتس 300 مليون يورو وبالفعل باريس سن جرمان وافق على العرض بشكل مبدئي وسامح انتا برميشن ليه الهلال انه يدى يتكلم مع انبابي حتى الان الهلال ما اتكلمش مع انبابي ومش عارف موقفه حتى يعني في بعض المواقع الاسبانية طبعا القريبة من ريا المدري بتقول ان انبابي رفض الفكرة لكن انا بتكلم على المصادر الموثوقة حتى الان لا يعني انبابي حتى انا ما انشأها ولا بشكل يعني يعني الزهور الواحد لانبابي على خصوص القصة دي كان لعب كرة سلة امريكي يعني ظهر بشكل سخر في يعني اواخر امس الليل وقال ان انا كمان دون عايز انا كمان اروح للسعودية فامبابي عمل ايموشن ضحك ده الشكل ده يعني التعليق الوحيد من امبابي على كل الشائعات دي لكن في عرض من الهاتف السعودي في عرض المسؤولين عن القرى السعودية يدون امبابي يكون موجود على القالة في السنة دي لان دي سنة استثنائية وتاريخية للدور السعودي بنتكلم في اسماع كبيرة جدا موجودة حالان في الدور السعودي نتكلم فيه طبعا كريسيان ولو كانت بداية مارسيلو بروزيفيتش في النصر ألكس تلس في النصر الأهل السعودي ضم إدوارد ميندي الحارس السنغالي ضم روبيرتو فرمينو وقابة قوساني قضلة من ضم الرياض محرز الهلال نفسه ضم سافيج النجمز السربي ضم روبين نيفيز ضم كاليدو كوليبالي فلا يعني هم دي سنة استثنائية وبالتالي لقوا ضمهم بحتى لو سنة واحدة وبعد كده هيمشي مجانا رغم كل الأموال هتدفع دي وبعد كده هيمشي مجانا يروح ريال مدريد والمسؤولين في الدور السعودي بحسب كل المصادر الموسوقة ما عندهمش مشكلة في سبيل المباب يكون موجود ماركتين للمشروع الضخم جدا اللي بيتم حلان فيه المملكة العربية السعودية على سعيد كرة القدر يعني هل الموضوع يستحق ما الماركتينج حصل حصل يعني العالم كله خلاص بقى باصس على السعودية وعلى نقلة نوعية الموجودة ولفت انتباه العالم هل هم في حاجة لمزيد من المليارات ان هي تدفع في برضو لعيبة ولا هي قصة مش بس ماركتين قصة ان انا فعلا عايز اعلي من الدوري السعودي وعايز اقوي من الدوري السعودي وعشان اعمل ده اصلا هي هي بيتم هذا الموضوع بالصفقات المليارية دي ولا مفروض ان انا اهتم بقعدة الناشئين والبراعم عندي علشان بك اقول على لونجران انا عندي دوري سعودي قوي باللعيبة المحلية دي نقطة كويس جدا ان هوند انت اتكلمت فيها الحقيقة لان ده دي بيت حانيا المنتشرة على المستوى العالم كله حتى مش في المنطقة العربية المشروع السعودي مش قايم بس على الصفقات المشروع السعودي قايم على تطوير الملاعب حانيا اصبحت انها متطورة بشكل كبير جدا النقطة بس التلفزيوني بقى متطور بشكل كبير جدا يعني انا اسف انها بس التلفزيوني في مجارات أليو برامز كان فيه بعض الملاحظات في الدور السعودي الموضع مختلف بشكل كبير جدا ومتطور بشكل كبير جدا موضوع البراعم جايبين مدربين على اعلى مستوى في الاكاديميات يعني جايبين حتى مدربين في المدرين الفنين الاتحاد السعودي كرات القدم مهتمين جدا بموضوع البراعم لان هما هدفهم ان حققوا مركز كبير جدا في كاس عالم 20-30 وبالتالي طبعا لا هما ماشيين في كل الخطوات من ضمنها استقدام النجوم لان ده هيزود من طبعا يعني الماركت بعد دور السعودي القيمة الفنية للمسابقة النقطة المهمة جدا استفادت اللعبة السعودي نفس اللعبة المحيل نفس يستفيد لما يشوفوا يلعب جانب بابي يلعب جانب كريسيا رونالدو جانب سادي يوماني بالنسبة سادي يوماني اقترب من النص بحسب فعلا سادي يوماني اقترب من النص ان بارمينوك مش عايزه انا اسمعت الموضوع ده بس كان زي ما يتقال اشاعة او رومر الكلام ده مظبوط بالفعل حسب المصادر الموصوكة سادي يوماني بدأ ينفتح على انتقال النص السعودي اللي يكون معاوض طبعا لعدم التعاقد مع ويلفر الزهر اللي راح لجلالة السراي وطبعا فشل صفقة حكيم زياش سادي يوماني بمناسبة كان رافض في الاول وكان متمسك انه يستمر لكن بارمينوك نفسه بشكل واضح وبشكل رسمي قاله ان اللعب خارح حسابتنا هم عايزين يستفيدوا يعوضوا الفلوس اللي دفعوا اللي فر بول وفي نفس الوقت سادي يوماني بحسب بعض المصادر الموصوكة هياخد حوالي 40 مليون دولار في السنة كان طالف أول بمناسبة 100 مليون لكن بعد كده تم تخفيض من 100 إلى 40 واحتمال ممكن نشوف سادي يوماني أنا لا أستبعد ولا أستبعد بمناسبة شوف الكليل المبايف بعكس كل ما يقال احنا شكلين هنشوف نفسنا احنا هناك ألا لا أستبعد ألاقي نفسي يعني أنا العرض مغري جدا أولا من ناحية المادية وهيلعب وفي نفس الوقت هيلعب لأنه هو هيواجه مشاكل لو استمر في باريس سان جرمان بهذا الشكل ورغم كل يعني التحذيرات من التحدي ربطة اللعبين الفرنسيين ولكن أنه ميتمش تجميد كليل المبايف لكن ما استبعدش أي شيء نممكن لنا سنة واحدة وبعكسة حق حلم بزيب ليري المادريد فكل شيء من الكلام اللي كتب يعني في المواقع الرياضية المختلفة قال لك المؤثر الأكبر في موضوع ميبابي ملف ميبابي وإصراره على الرحيل قبل الموعد هي والدته فايزا العماري لها لها تأثير كبير جدا وبمثابة مديرة أعمال وهي اللي بتبقى لها الكلمة الأخيرة يعني في سوق الانتقالات الخاص بي فهل الكلام ده مظبوط ولا لأ وانت وجد نظرك برضو هل هي فعلا بتبص على المصلحة المادية لابنها وده مشروع جدا بالتأكيد بتبص على المادية طبعا بالتأكيد اللي هي عامل مهمة جدا مش والده هي فعلا فايزا العماري هي اللي لها دور حاسم جدا في المستقبل بتبص على الجانب المادي دليل بابي كان قريب جدا من انتقال الرئي المدريب مجانا في صفة 22 صفة الماضية لكن العمال المادية العرض بتاع بريس بريس سانجوان كان قوي جدا باستراتيجية بريس سانجوان متغرب شكل كبير جدا بعد اللي حدث الموسم ده الاخفاقات الكبيرة لبريس سانجوان وتحديدا في دورة أبطال أوروبا والخروب بشكل حقيقة مهين ضد باري مينيخ في الزياب والعودة المستوى كان سائق جدا اللي حصل مع لونيل ميسي ولجوم الجامهير الكبير عليه فشاب إدار بريس سانجوان شايف حالينا تبص على فيما الفنية أكتر من مجرد أسماء إن إحنا بنرس أسماء في الهجوم من بابي وميسي ونيمار والمحصلة كانت على الصعيد الأوروبي يصف ما احترم لدورة فرنسية التارجت كان بتاع بريس سانجوان بكل هذه الأموال التي انفقت كان دورة أبطال أوروبا وهذا هدف لم يتحقق يعني ففي نفس وقت وما شايفين بانشستر سيتي المشروع بتاعه نجح بشكل كبير جدا حق السلساتي الخيال في الموسم الماضي وبإنفاق ذاكي وفي حقيقة المشروع الإماراتي في منشستر سيتي مشروع نجح جدا وحاليا لوقتي منشستر سيتي كمان ما بقاش يدفع مجرد بيدفع أموال يعني حتى الآن صفقة يعني جفرديو لمدافع كرواتيا اللايبزيك مشتبة 100 مليون يورو عشان يبيع جفرديو لمنشستر سيتي لكن حتى الآن منشستر سيتي بيتفاوضوا ونقلل المبلغ وهو شايف أنه خلاص ما بقاش فيه إنفاق بشكل زي الأول فالمشروع الإماراتي فيه منشستر سيتي نجح بشكل كبير جدا على عكس وضع في باريس سان جميل وبدأ أعتقد هيستنسخوا التجربة الإماراتية بقاش مجرد بس أسماء لا كيمة الفنية عشان نقدر نحقق الهدف أنا ليه حاسة غلسة مفيش كلام على الموضوع ده بس ليه حاسة أن قريب جدا حنسمع أن هالند جاله وعرض لأن ده اللي فاضل هو ده اللي فاضل بجد تقريبا يعني مع كم اسم آخر بس أنت بجد استقطبت كل الأسماء الكبيرة جدا في الأندية المعروفة والأندية اللي هي الكبرى في العالم عندك والله بس أنا عند فيه برضو فيه أسماء بطرف الرغم يعني من يومين ماركو سيلفا مدرب البرتغال نادي فلها مرفض عرض كان هياخد التوتل بتاعه 40 مليون استرديني مع نادي أهل جدة رفض وكان طبعا كان فيه كلام على روي فتوريا كان تم نفي ده بشكل صريعي النهار ده تكلم معه في الموضوع ده نعم نفي ده بس هو حصلت كلام مع روي فتوريا أنه هو يعني حصلت كلام مع روي فتوريا لكن مشكلة مشكلة روي فتوريا مش طبعا أكيد وماش يفيه احترام للكلمة وكل الكلام ده كانت بفوجة نظري أنه هو مشكلة أنه ما فيه شرط جزائي يسمح ليه بالرحيل إلا بعد كاس قوم أفريقيا القادمة إن شاء الله عندنا احنا في العقد بتاعنا شرط جزائي ده الكلام اللي تقال وده اللي سمعته من مصادر مصورة جدا قريبة جدا من اتحاد المصر كرة القدم فلسه يعني فبالتالي يعني فيتوريا كان ممكن يسيبنا ويمشي هو يعني بحسب كلام الكابتن حازي مهم هو طبعا المسؤول الأوع وكابتن محمد غرابة كان ليه تصريح بالزبط لكن الكابتن حازي مهم طلع بالأمس ليلا وقال إن بالفعل فيتوريا جاله عارضين لكن الراجل كان محترم جدا معانا ورفضهم يعني مستمر مع منتخب مصر وقال بعيننا حتى لو سواء في شرط جزائي أو في شرط جزائي الراجل شايف إن هو مبسوط جدا معانا وده حيث بصيحات طبعا بالتأكيد مطمئنة أن بالفعل ريف فيتوريا أنا أعتقد يعني بالصبر عليه إن شاء الله حتى بصرف النظر عن أي نتائج تحصل في كتاس أم أفريقيا يعني ممكن إن شاء الله نشوف معاه يعني محترم جدا بإذن لنا في الفترة المقبلة لكن الحقيقة هلند نشوف الدور السعودي لا في أسماء بترفض هلند صعب لأن منشاست يستكملهم القوة المالية قوة المالية وأنديت البريمير ليج بشكل عام بالمناسبة كل اللعيبة اللي راحت تحدينا الهوان من البريمير ليج للدور السعودي بناء على رغبة اللعيبة دي نفسها نظرا للعروض المادية المقدمة وآخرهم راد ميحلز عرض المقدمة راد ميحلز حوالي 50 مليون في السنة صعب جدا يرفضه خاصة راد ميحلز 32 سنة حقق كل شيء في كرة القدم مع منشاست خاصة سؤالسية الموسم الماضي وكانش بشارك بشكل كبير فبالتالي الباكيج كلها بناسبة لي جدا يروح للأهل السعودي إدوارد مني نفس القصة معظم أسماء تحديدة من البريمير ليج لكن الأسماء اللي سواء ذهبت كارتي برشلونة الخبر بصراحة بالنسبة لي لهم أنه طلعته صحيفة موسوخة جدا زي الكيب لكن بالنسبة لي الخبر كان غريب جدا يعني هو على أي أساس هو لا يملكه أصلا قدر المالية لشراء أي حد برشلونة حتى لانا هوند كل الإنفاق بتاعه في المركاتو 3.4 مليون سترلين ضم روميو لعب الأسباني قادم من جيرونا عشان تكون معاود لسيرجي بوسكتس اللي كان بشكل مجاني فبالتالي كان خبر يعني بالنسبة لي كان خبر كومي جدا غريب جدا يعني برشلونة ظروفه صعبة جدا خصوصا كمان مستوى كمان على الملاعب أو على الأرض مش أفضل شيء فاللي هو نقول مثلا حيروح علشان النتائج مش هيفكر في القيمة المالية ده مش حصل برشلونة بالفعل آه صحيح إنه حق الليجة لكن حق الليجة في وجهة نظر ريال مدريد كان ليه دور كبير جدا بسبب التخبط في المستوى لكن سكواد برشلونة لو كرنا بسكواد ريال مدريد الحالي في السنة الجاية أنا أقرشح ريال مدريد نظرا كمان للصفقات لقبرها من ريال مدريد وتحديدا جود بيلينجهام أغلى لعب من أغلى لعبين في المركاتو هذا الموسم وبمناسبة أنا هوندي منحوظة سريع جدا أغلى 2 لعبين في المركاتو حتى الآن من إنجليز من منتخب إنجلترا جود بيلينجهام وديكلان رايس لعب وسط وست أم اللي انتقل إلى أرسل بمبلغ أغلى لعب برتوني حالان في التاريخ 105 مليون استرليني فيعني لا دابل يورو كان بقى ما لا مش شاطر في الحساب مع درش نحب الأرقام قول لا بس هو يعني بلسترليني 105 مليون بس مبلغ ضخم مبلغ ضخم طبعا ديكلان رايس خصوصاً بلعب في وست أم ده نادي كان بسرع الهبوط المسلم الماضي ولكن بالمثبت يعني هوند الأنديل الوحيد القادر حالياً على مجابة القوى المالية للأنديل السعودية هي أنديلت البريمير ليج دي برضو محوظة بس بقى الرغم كلامك ده افتكر كلامي أنا أنا أشعر أن هالند قريب حيجيله عرض قوي جداً والله إذا كان مبابي جاله 300 مليون حنتطفق بس يعني حنتطفق أن ده ورد الحدوث ممكن نفتكرها بقى النقطة لا ممكن ممكن لا أتطفق معك أنه ممكن كل بعد اللي حصل بعد اللي بيحصل في الثمانية والربعين ساعة الأخيرة كل شيء متوقع ميسي كان مورد عرض خيالي أنا هوند أنا حسا حيندم ولكن مع كل اللي بيحصل ده دلوقتي والأسماء اللي لسه هتضاف يعني أعتقد قريباً جداً أنا أعتقد ربما تلاقي ميسي كمان يندم أو حيج الله أعلم أنا كنت بصراحة جديدة كنت مرجح هنميسي يروح الهلال كنت مستبع قصة برشرة تامة لكن العرض اللي وصللي من إنتر ميامي كان عرض ذاكي جداً يعني هو هيقف في السنة من 50 إلى 60 مليون دولار راتب أساسي وبالأس هيكون ليه نسبة من أرباح الشركة المالكة حقوق البس التلفزيوني الدوري الأمريكي وأرباح من مبيعات القمصان الرعاية سكل ده هيجي برضو في العرض إيه تصلاح السعودية لا أعتقد كان الكي المفتاح الرئيسي في القصة دي أنه يحق لي زي ما عمل بيكهن بعد كده فرانشايز يعمل نادي أو يملك أسهم في نادي وتحدي النادي إنتر ميامي بعد هتزال لعبة أعطت أن دي كان دي كانت كلمة السر بالنسبة لميسي بلاس طبعا الرحل هو بقال إن العائلة كان لها دور عائلة ميسي كانت مرتاحة جداً حالياً يعني في الإقامة في ميامي هم شافوا ورغم أنهما زاروا السعودية بمناسبة من كذا شهر لكن هما يعني ميسي قال أن عائلتي تفضلت أكتر اللي عيشها في ميامي على العكس الوضع فيها السعودية لكن يعني هو كباجتش برضو بالنسبة لميسي بمناسبة عرضي كمادي قوي جداً لأن أرباح من شركة قبل ملكة الحقوق بس الدوري الأمريكي والأرباح من الشركة الملكة أو من الشركة اللي بتسوق القمصان تحديداً نادي إنتر ميامي أرباح هتبقى مش قولية بالمنظمة فممكن العرض يوصل حوالي 100 أو 120 مليون يورو في السنة ده برضو مبلغ مش قولية يعني مش قولية طبعاً بس برضو لا يقارن بالعرض اللي كان العرض السعودية كان 400 مليون كان 400 مليون يورو في السنة كان مبلغ ضخم جداً طبعاً هنروح فاصل سريع لسه كلامنا أكيد وخلص ونرجع نكمل مع حضراتكم زميلنا العزيز طبعاً أحمد غنيم الناقض الرياضي نكمل معنا وفي ملفات لسه طبعاً وانتقالات كتير عايزين نتكلم فيها سواء محلياً أو عالمياً بس أنا عندي سؤال قبل أي حاجة هو ليه وعايزة تفسير ده ليه في العالم كله بيحصل انتقالات للعيبة يمكن منهم ميسي لحضرة بمثال يعني قوي بيبقوا مرتبطين بأندية معينة ولما بينتقلوا من هذا النادي ما بنلاقيش كم الهجوم عليهم بالشكل اللي بنلاقيه عندنا أنا مش بكلمة عن حلب عينها أنا بتكلم في العموم يعني هل المنتاليتي أو الفكر بتاع المشجع الأجنابي أو الأوروبي بتبقى فكر احترافي اللي هو بيبقوا فهمين ومدركين إن اللاعب ده بيلعب مع بارسلونا على سبيل المثال منذ يعني تواجده على الملاعب لغاية وقت معين لما بيجي له عرض أفضل بيروح فما بيبقاش الموضوع فيه هجوم شديد اللازع زي عندنا ولا الوضع الزي يعني فصر لي الحتة دي لان احنا عندنا الموضوع ده شوية فيه مبالغة شديدة احنا عندنا بالفعل فيه مبالغة بس مرضو بحسابات يا نهوان دي يعني أنا عايز قولك حاجة وبشكل واضح جدا لويس فيجو يعني دي صفقة القرن وأكتر صفقة جدلية في تاريخ خورة القدم لما راح من برشونة غير المدريد لويس فيجو حنا ما بيخش استحالة ويمشي حتى في يعني نزي علينا جدا يعني حتى وكان استقباله عدائي جدا وحاجات يعني في المباريات كانت حاجات صعبة جدا بتفسر ده بإيه وده ما بيحصلش مع العيبة تانية ما غريبا إنه هو راح من الغريم التاريخي والموضوع كمان بيبقى ليه أبعاد سياسية انت عارفين كان إقليم كاتلونيا في أواكتر جدا كان عازي أن يفصل على المباريات الإسبانية طبعا سياسيا ليها فالموضوع اللي انهم كانوا واجهوا مصاعب كده بحكمة طبعا في الجنرال الفرانكو في الستينات وسبعينات عشان ده لي أبعاد سياسية لكن الجنرال في العموم ما بيبقاش الموضوع كده بص يبقى يبقى فيها حسية بس حسب النادي يعني مثلا بين تشيلسيو أو بين تشيلسيو أرسل مفيش حسية في الانتقالات بين أرسل و تتناهي بيبقى فيها حسية جديدة جدا بيبقى فيها حسية جديدة جدا بين منشستر سيتي و منشستر اونايتد فيه حساسية مش قوية زي مثلا مشاست روناتل وليفربول نظرا برضو ان فيه كان فيه مشاكل اقتصادية عنها منها ليفربول في بلايات القرن العشرين وما الى زي ففيه بيبقى فيها ابعاد سلتك ورينجرز في الدور سكوتلندي لأسباب ومخلافات دينية وسياسية أمور كتير جدا الأمور بتبقى مطشط بينهم بتبقى صعبة جدا وبتاله حصل انتقال من هنا أو هنا دي يعني من دل أو ده بيبقى صعبة جدا حالات تبقى حاسب لكن احنا في مصر بشكل عام لا احنا دي في بعض المبلغات يعني مثلا العيد مثلا بيروح من نادي النادي مش منافس ليه بشكل مباشر بتحصل عملات يعني هجوم بطريقة انا بصراحة بشوفها مبلغ فيها احنا في مصر فيه عندها الأمور زيادة جدا في أوروبا فيه اه فيه بتبقى فيه حاسية لكن لو انتقل من منافس لمنافس مباشر ليك ويبقى فيه تاريخ من العداء وليه أسباب مش بس كروية أسباب سياسية اقتصادية او اجتماعية هو كمان يمكن طبيعة الاندية عندنا ومقرارة بأوروبا عندك اندية مثلا عندية شركات واندية جماهرية فالموضوع برضو في الاول في الاخر بتحس ان هو اللاعب رايح للعرض الافضل لو انت بتكلمش عن منافسين بشكل مباشر يعني او نادي منافس لاخر بشكل مباشر على مدار التاريخ الناس شوية بتقولك اه هو رايح علشان قيمة مادية هو سيب النادي بتاعه اللي جماهرية وبيبيع النادي بتاعه يعني بياخدوها من حتة انسانية شوية لكن طبيعة الحالة عندك انت اندية يعني اندية الشركات مسيطرة ويمكن كمان في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي فيه ساعد للدورة الممتاز ومقدم شغل محترى ومتده يعمل مركاته وصفقات من اندية كبرى يعني الوضع شوية برضو طبيعته مختلفة والله الهواند انا بصراح موضوع عندها في الدورة المصري دي شركة جدا بصراحة انا حزنت جدا الهواند لهبوط غزل المحلة واسوان دي الناديين شعبين واحنا الكرة يعني الجمهور عاصر كرة القدر غزل المحلة تحديدا يعني شوفت اتهامات متبادلة وسوق ادارة وحاجات غريبة جدا الحقيقة قدل في الاخر الهبوط النادي بهذا الشكل اللي حدث واسوان واسوان نفس القصة برضو فلا يعني لندية الشعبين عاصر كرة القدر قدات الشركات جميل جدا للاستثمار بس انا برضو يعني عندي مشكلة مع البعض وبارقام كبيرة هل هذا هو الاستثمار ولا الاستثمار في البنية التحتية بتاعتك ان انت تبني ملعب ليه كزي ما مثلا الهواتي حاليا بيعمل في موضوع الملعب ووجونا مثلا عنده الملعب بتاعه ووجونا عنده الملعب بتاعه زاد دلوقتي استاد القاهرة يعني غيرت لما نشوف طب نموذة ندي الزد ندي الزد هيصعد الزد جايه هيبرم صفقات بس هل الاستثمار ده هل هيبقى نجح ايه العائد بتاع زدك ولا هياخذ منها بالضبط يعني تلخيص استثمار في كرة القدم في ان انت جست بس انت بتعمل صفقات وبارقام كبيرة ده تلخيص قادر جدا وان اللاعب بياخد راتب عالي ده بفجرة نظر يعني انا شايف ان الاستثمار في البنية التحتية في الملاعب في قطاع الناشئين وقطاع الناشئين ده امر مهم جدا لو عايزين نصدر لعيب أوروبا عشان نقدر ننافس وده بيحسن بالتزامن مع دعرف لان احنا بعيدنا شوية المغرب بقت متقدمة السنغال كوتفور اه صحيح بنقدر نلعبه مع الصعيدة الافريكي لكن في وصول لكس العالم والحاجات دي هم بيقدروا حقق ونجاحات احنا بنحققش نجاحات حتى ان لم نحقق اي نصدر في كس العالم خلطة مشاركات في امور كدير جدا لو احنا عايزين نقدر نتحرك فانها فوجة نظر ان الاستثمار هيكون في الاندية الجامهرية مش في الاندية الشركات ودي موجة نظر هل كم الاندية او اندية الشركات اللي عندنا متواجدة في اي دوري اخر في المستوى العربي او يعني حتى العالمي دوري السعودي نموذج احنا مش هنروح بعيد مش هنتكلم على العالمي انا نموذج الدوري السعودي حاليا لا الاندية المرشحة لمنافسة انا هوند المصم المقبل على الدوري الاربعة الكبار الاهلي النصر الهلال الاتحاد طبعا حامل اللقب وممكن يجي معهم الشباب يعني النادي الشباب ايضا جاي الاتفاق بالنسبة صفقاته قوي جدا يعني جوردن هندرسون قائد ليفربول على اعتبال انتقال للاتفاق طبعا بطلب طبعا من ستيفن جيراد جوردن هندرسون طبعا هيروح الاتفاق لانه هياخد راتب اسبوعي سوعمائة الف جنس ترليني يعني رقم ضخم جدا وضحى بانه هو عشقابتن قائد ليفربول فابينيو لعب وسط ليفربول قريب جدا من الاتحاد فيعني احنا نتكلم ان الاندية كلها هناك منافسة كل العالم منتظر دور السعودية حلال بس التلفزيوني بيتم التنافس على الفوز بحق بس التلفزيوني الدور السعودي انا اتمنى ان شاء الله ما بقولش ان طبعا النصر في الاموال دي كلها لكن احنا يعني الماركن متاع دور المصر انه كمان يعني يتم بسه كمان في اكتر من دولة عربية لان احنا اقوى يعني اقدم دوري في المنطقة فاتمنى الامور تتحسن ان شاء الله لكن هناك الاندية كلها اندية جامهرية انا وانت مش اندية شركات نادرة ما تلاقي اندية شركات في الامارات معظم الاندية هناك اندية جامهرية في قطر اندية برضو كل نادي بقى ليه جمهور لكن احنا في مصر ان يكون حوالي ستة اندية بس او سبع اندية جامهرية والبقى كله اندية شركات يعني اكتر من نص فده يعني انا اتمنى ان شاء الله ان الامور تتحسن وترجع تانية اندية الشركات لان ده عصب الجمهور عصب كرة القدم قصدك اندية الشعبية ترجع أندي الشعبية بلزبط اللي تلجع مش أندي الشركات بوس هقول لك على حاجة عشان يعني نختم الملف ده أنا بتفق معاك جدا أندي الشعبية محتاجة دعم مادة قوي جدا لكن لو تيجي تتكلم مع حد من الأونرز أو حد من الناس المعنية بأندي الشركات وما ليه فكره معين قال لك أنا مش هدخ فلوس مع الأندية الشعبية علشان في الآخر القرار ما يكونش في إيدي بيحصل تضارب في المصالح بيحصل إن القرار ما بيكونش في إيدك أنا عايز أدخ فلوس علشان في الآخر ليه رؤية معينة الناس القائمين على النادي الفلاني بيبقوا هما ليهم رؤية مختلفة فبيبقى فيه خوف إن أنا أدخ فلوس مع نادي شعبي وحاول إن أنا أقومه واستفيد ويستفيد لإنه هيحصل تضارب فيه الأراء وفي المصالح فشان كده لا تنجح التجربة أنا عايز بك أنا أعوان دي يعني النقطة دي نقطة مهمة جدا 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 كواسي أنت أشرت ليه في السعودية على الجهة إزاي مؤخرا الأندية الكبيرة الرباع الكبير 95% أتخص خص بقى تابع صندوق الإستثمارات العامة السعودي و25% فقط بقى هو الرئيس النادي الغير الربحي فأنا أعتقد لو إحنا ممكن نحن نشوف هل دي نقدر نطبق التجربة دي في مصر ولا بحيث إن إحنا الأندية الشعبية تقدر تقوم مرة أخرى أنا حقيقة بشوف مثلا نادي زي نادي اسماعيل نادي جمهيري ويعني جمهير كبيرة جدا المصري مثلا شفنا الجمهير بتاعته إزاي كان في نهاية كسر ربطة لكن طبعا للأسف يعني اللاعبين والجهاز الفني خيبوا الجماهير وخسروا بنتيجة كبيرة جدا واحدة أربعة دي سرمية كيلو بطرة شفنا سرمية كيلو بطرة يعني شفنا الفرق يعني مش ضد ده بس سرمية كيلو بطرة حينما حقق اللقب حقق اللقب لكن ما فيش جمهور غير ما مثلا لو كان مصر حق اللقب كان يقبأ فيه جمهور فهي دي النقطة اللي بتكلم فيها وكوان سنت أشارت النقطة دي السعودية بيعالجوها حاليا دلوقتي بالقصة دي اللي هو خص خصة الأندية أنا تمنى إن شاء الله ده ينتقل في مصر إن شاء الله إنه إحنا إرسنا كبير جدا إرس الكورة المصرية الواحد بس خايف قدامت ليه بعد كم سنة الأندية الجماهيرية دي ما بيتش موجودة خالص يعني وربما ده بيحصل دلوقتي احنا عملين نشهده في يعني سقوط بعض الأندية الأسف الجماهيرية اللي لها كان تاريخ كبير جدا فيما صبق زي غزل المحلة غزل المحلة السبق ليه تحقيق تلقى بالدور المصر إنه يهبط يعني غزل المحلة ما بيكملش حتى تلات موسم على بعض في الدور موسم أو موسمين بكتير وبيهبط فأنا تمنى إن شاء الله يتم تلافي ده في المستقبل بإذن الله أنا عندي كذا نقطة خاصة به المركات وطبعا وحكلم عن ريال مدريد والصفقات الأخيرة بلانجهم وبارسلونا رغم الأزمات المالية بس عنده جوندوغان الصفقة يعني ولسه بيشغل على صفقات أخرى طبعا كل ده حتكلم فيه بس خلينا قبل ما نروح لهذا الملف خليني أسألك عن أمر أنا سألته أو طرحته لسادة المتابعين في البداية لما كنت بتكلم عن قضية حسين الشحات ولا أنا مش عايزة أتطرق لها كتفاصيل بس عايزة أتطرق لنقطة إنه بيحصل تجاوزات شديدة جدا من قبل بعض اللاعبين لكن ما بتكونش بواقع مادي بمعنى ما بنشوفش زق ما بنشوفش ضرب ما بنشوفش حاجات زي كده ممكن لقى عنف في الملاعب وده بيتم علاجه عن طريق حكم الساحة وغيره وده في بعض الأحيان وبعض الأحيان التانية ما بيحصلش أي رد فاعل يعني ولكن قصة الشتايم والألفاظ والتعدي اللفظي والحاجات اللي هي لا يحتملها أي بشر لما ألاقي أنا كلاعب أهلي بيتم سبوهم أو غيره أهل بيتي كل ده يعني يمسيجي تقول تدارك نفسك ولازم أعصابك وكده في اللفظة آخر برضو اللاعب ده إنسان وأنا لو حطيت نفسي مكانه ولاقيت حد بيتعد على أهل بيتي أكيد لن أقبل فالأمثلة دي أو الأفعال اللي زي كده ما بنشوف لهاش رد فعل وبنسبة كبيرة أو مؤخرا شفناها من حكم الساحة طب هو أنا مفروض مطالب مني أن أنا أتدارك أوي عصابي مع الاستهتار اللي بيحصل من لاعبين آخرين وخصوصا لاعب معين بمتكرر الأفعال دي معروف عنه أنه هو بهذه الأخلاق أنا مش بتكلم عن الحدث برضو الأخيرة بتكلم إن جانر مفروض يتم إيه ونتدارك الأمر ده إزاي عشان ما لا يتم معاوضته مرة تانية بصراحة لما تبصش على رد فعلي بس تبص على فعلك أنت كمان يعني والاتنين غلط بالمناسبة طبعا بالتأكيد يعني مش محيش حتى يدفع الغلط بأكيد حسين الشحات أخطأ وخطأ كبير جدا طبعا تظهر والنادي الأهلي أخذ موقف قبل أي حد لما يأخذ أي إجراء وليسا النهاردة فيه التماعة كان فيه بيان من نادي الأهلي صادر أمس إن فيه كابتن محمود خطيب كابتن سيد عبد الحفيز كمان صحيح هي التماعة كمان مع كابتن سيد عبد الحفيز تحدينا اللي مناقشت ما حدث بالضبط بذلط لأنه واضح إن الكابتن الخطيب عايز يعرف بالضبط إيه اللي حصل بالضبط ويسمع من كابتن سيد عبد الحفيز كل تفصيل حصل عشان يبقى فيه لو فيه قرارات أخرى أو ما إلى ذلك بعيدا عن قصة حسين الشحات القصة دي على الجوة زي مثلا في البريمي ليجين هوندي على سبيل المثال الأمور بصير جدا اللواقح اللواقح واضحة جدا أنا عايز قولك وقعة شهيرة جدا حصلت لكريستان رونالدو كريستان رونالدو في الموسم قبل الماضي تعدى على طفل مشجع لإيفرتون خد الهاتف بتاعه وقصره الواقعة دي فضلت الاتحاد الإنجيزيز وقرار القدم بحق فيه حتى بعد فسخ رونالدو قاعده مع ماشيستان رونالدو وقبل انتقاله إلى النصر تم اتخاذ قرار رغم أن الموضوع قاعد وقت شوية لكن التحيات فضلت موجودة تم اتخاذ قرار بإيقاف كريستان رونالدو تعد مباراة والإيقاف ده أسرة على كل العالم مش بس على انجلترا نتيجة هذه الواقعة اللواقح هناك واضحة جدا لهون اللواقح للأسف الشديد احنا عندنا اللواقح مطاطية بشكل كبير جدا نتمنى قبل بداية الموسم المقبل أن اللواقح مطاطية اللواقح في البريمير ليج وحاليا بيتبت تطبيق ده في الدور السعودي وأنا ما بتكلم تطبيق ده عن الدور السعودي لأن احنا أنا قاصد ده عشان يكون عندنا غيرة وغيرة مشروعة ليش غيرة سلبية لغيرة مشروعة لأن الناس دي جرانا وطبعا أشكاء وكل حاجة اللي أجزل أن نستفيد منهم ومش عيب أن احنا نقول إحنا الناس دي سابقات نوازل نستفيد منه اللواقح تكون واضحة وصريحة أعتقد ده هينهي كل ده حكم المباراة وحكم الساحة ومرأب الموراء يكتب كل اللي بيشوفه ده الكاميرات يكون فيه إحنا سمعنا التعدي اللظي في الفيديو يعني لو أنت عندك حاجة وكلنا شفناها تعدي بيعني مدي طبعا أنا شفت التعدي اللظي هل ده بيحاسب وده لا يحاسب يعني أنا بس عايزة أفهم كجماهير حتى مش كإعلام وأنا ليه بحسب ده وما بحسبش ده يعني أنا مطالب مني كلاعب أفضل ألعب في الملعب وحضرتك عمال تشتمني وأنا عادي أكمل وأبقى مركز في اللاعب ومجيش جنبك يعني ما ده برضو أنا أكسبت بال يعني مثال تاني مهوند أنا بحب بضرب بالأمثلة عشان ديه تبقى حاجات حصلت جوزي مورينيو بعد نهاية الدور الأوروبي مخسرة روما هو شاف إن الحكم تيلور ظلمه وفعلا والحكم فعلا كان ظلم بعض الشيء نادي روما لكن جوزي مورينيو انتظر الحكم في الساحة في داخل الإستاد وطلعت عليه بالألفاظ والفيديو كان واضح جدا للتحاد الأوروبي أوقف مورينيو فيديو واضح فإن أنا بتكلم فيه وحنا عندنا فيديو واضح إحنا للأسف الشديد وبتكلم بشكل عام يعني عشان بس ما حدش يقول أنا بقى في قناة الأهلي فبقول لا حسين الشحات أخر لكن إحنا بشكل عام الفيديو أو أكتر جدا ما بنلجأش للفيديو أقول لك أصل اللايحة ما كتبش أصف تغير حاكم لا في فيديوهات أو جيب كل فيديو حصل كل فيديو طلع على السوشيال ميديا وفيديو مورينيو كان موجود في الفيديو مورينيو تصور عن طريق السوشيال ميديا ما كانش موجود في مثلا فيديو معتمد في الملعب المباراة فهجيب كل فيديو طلع على السوشيال ميديا فيديوهات الموجودة في الملعب المباراة أي تفصيل الصغيرة بحيث أكون كنا وهو حاكم الساحة يعني يا أحمد ما ما سمعش بودنا أنا ما قدرش عشان بودنا ما بقولك اللفظ سمعينه إحنا في الفيديو إحنا سمعنا في أنا ما عرفش برضه عشان نقول يعني ما الناس واقفة والحاكم واقف وإحنا سمعينه يعني أنا أنا بقولك أنا وان في حاجة في حاجة مشطيفة عشان كده أقول الفيديوهات كلها وكل اللوايح وطها لكن الموايح المططية اللي إحنا شايفينها وأصل تقرير حاكم ما ذكرش واكتفى بس مش عارف مين ضرب مين أو مين تعدى لكن الواقع كلها بشكل عام أو الاستفزات بدأت إزاي فين التحقيق بالواقع كلها؟ بالضبط الواقع كلها بدأت إزاي لكن يعني الحقيقة لا هو راح ضربوا كده بسايا الخير يعني مش طبيعي بر مرة تانية هوند ما فيش أي تبريد اللي عاملوا أكيد وقلنا الكلام ده على فكرة القناة الأهلي أول تقريبا منبر إعلامي بعد الواقع على طول تلع وغلط حسين الشحات لأنه دافع عن الخطأ ولكن إحنا لما نيجي نتكلم عن خطأ حصل بنشوف المشهد بقى ككل ما هو عشان فيها دي أهمية الاجتماع النارده يا جريد كابتن محمود الخطيب مع كابتن سعد حفيز لأن أعتقد هيبقى فيه ممكن إبقى فيه تحرك بقى نشوف ممكن حتى بالعكس ممكن أنا عارفش ممكن أنا عايز تحقيق مع اللاعب الآخر مع الشيبي ممكن عايز تحقيق مع الحسين الشحات حسين لا ممكن الله أعلى ممكن نغلص العقوبة فلسه هنشوف حيبين لكن نتمنى أن اللوائح بتاعاتنا ممكنش مططية زي الوضع اللي احنا فيه ده اللي بيؤدي لحالة الجدد اللي احنا نشوفها حاليا رائع جدا عشان الوقت بيجري هروح معاك للصفقتين الخاصة أنا تكلمت عن بيلنجهام وكلمت عن جوندوجان يعني المدريد وبرسلونا طبعا خلينا نتكلم بتشوف قدية نسبة نجاح كل صفقة منهم بيلنجهام صفقة نكحة جدا ريال مدريد هو المستقبل خط الوسط مع تشاومينيو مع طبعا يعني أسماء كتير جدا بوهي فالفيردي يضعوا فيه فالفيردي الحقيقة هيبقى المستقبل الخط وسترين مدريد لنخلص توني كروس ولوكا مودريتش كاربا اللي اعتزال بعد مسيرة أسطورية مع الريال الناحية التانية جوندوجان هو كان بس مجرد جوندوجان حقق كل حاجة في مانشستر سيتي والعرض بالنسبة لبرسلونا مش أعلى مدين بالنسبة لسيتي لكن هو كطول مدة العقدة كان الأطول لأنه عقده مع برسلونا سنتين بعكس طبعا عقده مع مجرد سيتيتك المغلق السنة واحدة بالتأكيد هيبقى أضافة لكن أنا أعتقد برسلونا بالسكواد الحالي ممكن ينافس على الدور الأسباني لكنه لا يزعب بعيدا في دورة أبطال أوروبا على عكس الريال مدريد بالسكواد الحالي وإن استطاع دم كاليا من بابي سيكون هو المرشح الأول لتدوج بدورة أبطال أوروبا الريال مدريد في السكواد الحالي ينقصه فقط فوجة نظري ظهير الزهري 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 ده أيضا يعني علاجها فيه بدم في إيران طبعا في المركات والحال لكن أعتقد لو دم مهاجم صريح وده حديدا بقدرات كاليا من بابي أعتقد أن برسلونا الريال مدريد إن شاء الله هو المرشح الأول للتدوج بدورة أوروبا من نسبة أن هنا نقطة سريعة جدا الناس مش حسب مركاته ميلا ميلا عمل مركاته قوي جدا هنا بقى الاستثمار اللي بتكلم عليه ميلا باع ساندرو تونالي ب70 مليون يورو لأنه يكسل بفلوس تونالي 70 مليون يورو دي بلاص بعد الأموال الأخرى أبرم صفقات في وجهة نظر قوية جدا طبعا على الورق صفقات قوية جدا وبأموال مش كبيرة ننتظر فقط هل بقى استيفاني بولي المدرب هستطيع يعني خلق الهارموني المناسب لأن الفريق يقدر ينفس التصريحات كاردنالي الملك ميلا الأمريكي كان هو بيحلم أن الفريق مار أخرى على دورة طالة أوروبا لكن من أنجح للمركاته حتى الآن في أوروبا ومحدش حاسس به كتير جدا فجهة نظر مركاته من العال ورق لسه نشوف طبعا في المباريات لكن ميلا ده هو ده اللي ستصمر بقى نهوانت أن أنت زيب تبيع لعب آقا النجم والجميل كان زعلي جدا عليه لكن بيع ب70 مليون أنت مكانه حوالي صرفت حوالي 95 مليون يورو يعني بلاص حوالي 25 مليون يورو فقط زيادة بس عن العائد بتاعته نالي وزارت تقوين المراكز النقصة خاصة على الأطراف والجانب الهجومي كلام محترم وقراءة أكثر من رائعي أحمد شكرا جدا على وجودك معي النهاردة شكرا لك جدا وبشكر حضرتك وأكيد على متابعتي النهاردة نشوفكم إن شاء الله أنا وكريم بكرة حلقة جديدة وعشر الصبح في الأهل